موسيقى 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 نستمع الآن موسيقى سلخير ومرحبه اليوم اختارت هيئة الحقيقة والكرامة أن تترق لموضوع تزوير إرادة الشعب خلال الانتخابات نسكل تعرف الانتخابات هي مناسبة دورية يفوض فيها الشعب سيادته لمن يحكمه وهي فرصة لتقييم أداء الحكام وهذه الفرصة الشعب له الحق أن ينكر الجميل لأنه مهما كان الطبحيات أو القيمة القادة التي توجد وتفرزهم مرحلة تاريخية ما مهما ما هو مصدر الشرعية مصدر الشرعية هو الشعب والشعب ليس مديداً لأي كانوا خاصةً للحكام في ما يفعلوه وهو مصدر الشرعية وليس هناك أي شرعية بديلة على شرعية صندوق تعرفوا تعرفوا الكل اللي تشيرشيل ربح حرب حرب عالمية لكن أول استحقاق انتخابي صار بعد الحرب طيحوه البريطاني ما ننجحش هذا ما نقصش من قيمته ما نقصش من إضافته ما نقصش من الجاب للشعب ولم تنهار مؤسسات بريطانيا على خطر هو منجحش لأنه بالعكس اللي صار هي المؤسسات ذات القوات لأنها ما عادش مرتبطة بالأشخاص مرتبطة بالمؤسسات وهذا الفرق ما بين الاستبداد والديمقراطية اليوم أسليب التزوير الإرادة لنتعى الشعب وتزوير الانتخابات ما عادش فقط بأسليب تزوير المحاضر وعدم توزيع البتاقات إلى آخره لأنه تورت الأمور دخل المال السياسي والرشوة الانتخابية دخلوا كآدات لتزوير إرادة الشعب ولهذا السبب على المواطن حامي الصندوق أن يقف يقض لحماية صوته لأنه هذه هي الوسيلة الوحيدة أن يوصر شعب وبلاد تحترم مؤسساتها تحترم شرعيتها والاحتكام إلى الصندوق لا بديلة عنه اليوم بش نسمع بعض الشهادات شهادات جاية من ناس اللي حكمت ومارست تزوير الانتخابات وتزوير الإرادة الشعبية وشهادات من من كان ضحية هذه الممارسات وسنبدأ بشهادة الوزير السابق السيد إدريس جيجا اللي هو كان أشرف على أول انتخابات اللي صار فيها تزوير معلن ومعترف به إذن لنستمع هذه الشهادة أولا نرحب بكم مجدداً نهل الفنسونيكم التزام الصمت عدم التصفيق عدم تحريك الكراسي وغلق الهواتف الجوالة مع الشكر الأصل في أخذ التقرير لتجديد في المجلس النواب في ذلك الوقت يعني أخذ انتخابات تشريعية جديدة جاء في بداية واحد وثمانين بعد مررنا عام ثمانين كان عام صعب جداً بالنسبة للحكومة لأنه جاء بعد حوادث قفصة المعروفة واللي بعدها قرر تغيير الحكومة وتكلف محمد دمزالي برئيس الحكومة وأنا كنت سافير في ألمانيا وكنش عندي علم بنجراء أربع سنين في البلاد جابني مباشرة الرئيس بورقيبة إلى الداخلين ولهذا الطيب البكوش كان دائماً باتصار مع محمد بزالي ومعنا لكل باش نعمل نرجع الأمور اللي ما كانت عليه من وي أم في السابق واللي بعد أحداث 26 جانفي تغيرت الأمور ودخلوا للسجن وقع وقت سيل هدين ويرى عبدالله فرحات حيث حاب رجع ثم يبني على أيضاً التخفيف من الوضع المعارضين في تونس اللي كانوا موجودين في السجود بمناسبة تحرير إخراج المعتقلين بتاع الجي تي تي في نفس الوقت خرج المعتقلين الأخرين لكل اللي مزالوا خلق محمد بزالي والحكومة خلق جو من تخفيف الضغوطات اللي هي كانت موجودة في النظام بالنسبة لكل ما هو معارض بسفرة عامة فكانت هذا كان عام الثمانين بداية واحد وثمانين تحسنت يعني من الأجواب العلاقات ما بين الحكومة الدستورية تعد دستور حكومة بورقيبة والقوات الأخرى الاجتماعية الموجودة الناشطة في المجتمع تحسنت يسر ثم الناشطات اللي كانوا يقوموا بهم أحزاب مش ما اعترف بهم حكومة ما اعترفش بهم وبورقيبة ما يعترفش بالأحزاب هذو ما مش لدي شيء لأن بورقيبة عنده فكرة واضحة وفيزيون بتاعه وواضحة يسو الحزب يقولك أنا بورقيبة وصلت عملت حزب وصلنا حزبي وصل للإستقلال عمري ما أخذت رخصة أنا حمنا تعال تحد عمليها بلاش رخصة علش يجمع هذو ما يحبوا رخصة يعني ما يمثلوش حاجة كبيرة إذا دي ما يحبوا في رخصة هذا تفكير حيث الفتح الأفاق هذا يجعل النشاطات بتاع الميب ونشاطات بتاع الحزب الشيوعي ونشاطات بتاع الام دي ممكنش ام دي الحركة الحركة الديمقراطية الاشتراكية بدأت تتكون وحاول سيحمد المستيري بالخصوص بدأت الدولة يعني الحكومة مش الدولة الدولة حاجة والحكومة شيء ثاني الحكومة بدأت تتسهل معهم يعني نغضوا الطرف ما عاش نتبعوهم ياسر ما عاش يقلقوهم في الاجتماعات المتاحة ولكن اللي يجب تقنعه هو الحبيب بورقيبة شاء محمد مزالي قابل هو موجود كعلي الظلم وقابل الرئيس بورقيبة حكومة حكومة الموضوع وبينوله اللي يحب ووسع وكذا قالهم ما به وعمل الخطاب الفهم الخطاب 10 أفريق اللي يجب تشريك كل التونسيين ما يجب مش نخلوا تونسيين على جهة ونعتبروهم على أساس أنهم يتفهموا للمسيرة هذه اللي هي ماشية في طريق بناء مجتمع تونسي ووطني عوش يقول مراش مانع لنشط لنشط سياسيين ما ينسي يجموش معنا مثال ما عليش هذوكم أولادنا ونجمو يتحدثوا يحكيوا وفهمت ويجتمعوا مراش فيه مانع وقت لفين الاجتماع تعبورجيبن مع محمد مظالم ما قلتم ها ها البورجيبن مثال موجود تحبوا الفتنة الدقيقة قالوا لا موش فتنة أما اسهب قال لي راهوا تمشي للفتنة أنا قال لي هذي عقلتي قال لي من فضلكم أنتم أتباعي أنا من أتباعه أنا من أتباعه مانكر هذي أنتم أتباعي سامحوني في المسألة هذه مدام لي أنا حي خلوني بلاش دي بقراتي وبعد أعمل يظهر لكم تحسين وضع تونسيين وإخراجهم من التخلف وإعطاهم التقدم الضروري بشي يلتحكوا دائما بالأمم المتقدمة محمد مزال الموضوع هكذا نحطاته قل كيف نحطاته محمد مزال الله يرحمه قلت سي محمد قبل ما ندخل في العملية الانتخابية بدلوا قانون الانتخابات أولا قال لماذا بدلوا فيه قلت أولا فيما مجوريتار تربح دي القوي اللي عنده نسبيا قوة نسبية واللي هو ياخذ كل شي هذا يجب تغير ثاني حاجة أهم منها قلت تخرج تسمية الكميتي إلكتورو في المكتب الانتخابي عنده عنده شكول يتصرف فيه متصرف ثم ثم مجموعة كوميتي في المعتمدية يجمع البلتان بتاع الـ بيرو هو اللي جمع الكميتي اللي في المعتمدية اللي جمع شكول 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 يتصرف فيه أولا قاضي يعين وزير العدل ثم مجموعة كوميتي يعين شكول الوالي الوالي في النظام بتاعنا النظام الرئاسي المطلق الرئاسي المطلق مش رئاسي فهمت كمت اشتر رئاسي واربوع رئاسي لا رئاسي المطلق بتاع بورجيبة الوالي هو عنصر من عناصر النظام السياسي هو سياسي قبل أن يكون إداري ساعة لذلك إنه با إنه بانوت السياسي نيبانوت نيجامينوت هو سياسي والوظيفة متاعه حتى وصلنا إلى درجة اللي الولاد في اللجنة المركزية الحزب اشتراكي الدستوري هكذا الولاد أعضاء يعني في اللجنة المركزية وقت الحزب الدستوري اشتبع الولاد حاضرين مش هم كولاد كأعضاء عندهم الحق في العضوية يعني تخلقوا بأخلاق الحزب وعندهم في تعليمات الحزب وتأمروا بأوامر الحزب ومضاف إليهم في كل جهة أمين العام كاتب العام لجة التنسيق كاتب العام الإستنسيق شنوه كاتب العام الإستنسيق هو رئيس الشعب الدستورية الكل يعني الوالي وكاتب العام لجة التنسيق موجودين في اللجنة المركزية التي تأخذ القرارات في اللظام الحزب وقت الوالي يأتي يعين كوميتي إلكتورا يخطع 4 أو 5 وحاكم كيف كيف حتى وزير العدل ليس يعين هو الحاكم يسأل الوالي ما رأيك في الحاكم يعينه لا يعرفوه خطو وزير العدل لا يعرف الحاكم الموجود في جندوب أو في قصرين أو في تالا أو في فريانا لا يعرفوه قلوا الحاكم الفلان يختار الوالي هو عض لجنة مركزية أولا وثانيا هو المتصرف في الشؤون السياسية والإدارية متاع البلاد هو الذي يختار المجموعة التي تعمله كنترول بولتان يحسبوا البلتان قداش من بولتان وهذا أخضر وهذا طلع أحمر وهذا أخضر وهذا أصفر قداش هم اللي يتصرفوا فيه الوالي هذي كيف يتصور قطره سيد محمد كيف الوالي متاعنا كيف نعمل مع الوالي هذي كيف يقولون هو حزبي وتسمى خطر حزبي وجمع معنا حزبيين وكاتب عمل التنسيق حزبي والشعب حزبي الوالي كيف يختار ومشعية كاتب عمل التنسيق ونقوم مشعية للشعب تنسيق ونحطوه في البيرو الإلكترالي هذي الحقيقة ستسيق كمسا في الفات ليس في التهورية كمسا الوالي ما نجمش يسمي الناس اللي هما مش هم دستوري ولا مش هم من المؤلف قلوبهم كما يقول في الحديث فهمت المؤلف في القرآن كما يقول مؤلف قلوبهم اللي هما متعاطفين متعاطف شديد فهمت مع الحزب الكميتي الكترون باز بكلهم يسمي يعرضهم الوالي الوالي والوالي ولكن الوالي عنده وظيفة أقوى من وظيفة الوزير الوزراء مش مش الوزير الداخلية لا الوزراء الوزراء الاخرين كل أقوى منهم الوالي علاش خاطر الوالي منذ تأسيس الولاية فكرة الولاية عام ستة وخمسين ان جوان ستة وخمسين كان الوالي ممثل الرئيس في النظام هو ممثل الرئيس ويتصل بهذه يتصل مع كل الوزراء وماكهو كل الإدارات بدون الاستشارة وزير الداخلية حتى وقت كان طيب مماري لم خاطر وزير الداخلية الوظيفة الأساسية هي الأمن الوالي يدخل في الوالي يدخل في طرقات يدخل في الزنساندي يدخل في الصابة باية المشبه يدخل في كل شيء الوالي يدخل في كل شيء الخارجية يطلب حتى الخارجية الولاد كانت عندهم في تونس وقت ينا كنت في الحكم الولاد كانت عندهم قوة معروفة قوة أكثر من الوزراء لأنهم كانوا هم المتصرفين باسم الرئيس الرئيس الجمهورية باسم الحبيب بورقيبة وكان الحبيب بورقيبة وقت كان في عنفوان يعني القوة متاعه اتصالوا بالولاد يوميا مباشرة بورقيبة معروفة لكما يرقدش مليح يقوم الاربعة متاع السباح الخمسة الستة يحكي عبدالرزيق الكافي كم من مرة هو ما يرقدش عبدالرزيق الكافي وبيده نقص نوم الاربعة الاربعة متاع السباح تليفون أشفم ما يصال فهمتو كده ويباغت الوزراء سبعة وثمانية صباح يباغتنا ماذا يصال البارح بربي قالوا لي فيتالة ونحن مسمعناش بدنا مسمعناش ماذا ماذا يصدر كيف لا تسمع انت قد تعمل ماذا فهمتو طريقة بطريقة بشي يمسكنا بالجدار فهمتو كان هما اتصال المباشر مع بورقيبة وهذا كان السببب اللي كان بورقيبة يمشي الاتصال مباشر يقعد فيلا قصور قالوا قصور بورقيبة قصور فيلا حوالي مشوفوهم بلو الويلات بورقيبة وفهمتو حوالهم تقصر كرساج ويقصر يمشي بشي مع الوالي والوالي في الهنوع مجل كولي كان والي يعرف وقت مجل كولي يبدأ بحذاء بورقيبة ما نجمي يكلم حد مجل كولي نجمي يكلم يحل المشاكل حيث الاتصال المباشر ما بين الوالي والرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة محمد المزالي المرحوم كان عنده في كل وقت بدون استشارة لا بد وزير الداخلية ولا أين كان يعاية الوالي يكلم الوالي يجالي أعمل كذا لا تعمل كذا هذا معروف الناس كل تعرفوا هذا وزير الداخلية منسق إداري للولات هو الاله بالستاتيو متحم هو الكره متحم هو الاله وهو الاله بالأمن بمثلت الامن البوليسياء البوليسياء والحرص بطني أنا اقتراحي يجب نغير الطريقة إما نخلص الوالي المسؤولية هذه يجب عمره ما يقبلها لكي الوالي يخرج المسؤولية نلقو طريقة مثلا ما هي الطريقة لكي نبدل الكميتي الالكترال الذي يفيد كل شيء لأن الشيفر والحساب الكل يصفيهم الكميتي الالكترال والوالي يختم عليهم ويجب الداخلية والداخلية لا تنمس حتى دوسي حتى دوسي الكميتي الكميتي ويجب ترقش تصحيح مطالوزير للفدرة. يقر autreنيا. بالإنسان بإمكانكنا قرارناً، Yaï hooks وش satu موهمد في حول المere. كما كبير problème. حسب الرتابة اللي من اللي اتخلقت في امتلا الجمهورية امتلا ونحن فماشا صارش عمر صارش انتخابات ثاني شفافة ونزيهة وفي امتلا في تونس جميع في النظام بتاع بركيبة عمر مصر ديما انتخابات ادارية منظمة مرتبة مركزة في امتلا من البداية حتى ما فماش وحدة صارت اللي هي اذكروا هالي قلنا خلنا نعرفها على قلنا قبل غرض نظام لحدة احنا كنا نعمل اجتماعات دائما اجتماعات دورية بالولات في الداخلية نهاية الاجتماع نفطره دائما عند الرئيس حبيب بركيبة والولات هما اللي يخاتبوا مباشرة الرئيس بركيبة في الاجتماع هذا كانت عن انتخابات دوزيوت اوكتوب دوزيوت اوكتوب دوزيوت محمد نمزالي قال لهم اكدوا فمتلا نحنا التعددية ونحبوا التعددية فمتلا كلام كبير في التعددية ايه سمعوا موظراء سمعوا الولات سمعوا يسمعوا فيه حب التعددية واذا تحرصوا على التعددية هم بتواجتي هم والولات قاعدين يستنتوا ويعرفوا ماشين عن بركيبة يستنوا يستنوا على التعددية يعرفوا بالتصليل ياسر فما المتصلين مقربين جدا للرئيس الحبيب بركيبة كان منصور الصخيري متاعه مستير وقرب ياسر حبيب خليل فاظ الخليل الله يرحمه توفى فاظ الخليل المدهدية ومهذب الرويسي مهذب الرويسي والي تونس قام واحد من الولات نظن والي القيروان قالوا سيد الرئيس قالوا شنو هاش تحدثوا على الفلاحة وعلى كذا قام واحد قالوا سيد الرئيس والله ايه فبتنا حبيت نقول لك اللي في القيروان نفسهم بالنسبة لانتخابات هذيه اللي جاية عنها شبه فما هكى شوية ناشاط وشوية تشويش فمتلا لا ولا عنها شوية تشويش وشوية ناشاط وقولوا اللي هما فيانتنا بش يعملوا واللي هما فيانتتوى فمتلا ينجموا ينجحوا بالانتخابات ونحن مش نعارفين بالنسبة للناس هذوما كيفاش نتعاملوا معاهم قالوا بورقيبة تعاملوا معهم كما كما تشوفوه انتم ولكن انا ما نصورش هذه الكلمة كأنها منقوشة عني انا ما نصورش اللي في عهدي انا جماعة كما احمد المستيري مثلا اذكر اسم احمد مباشرة ينجموا يانش حوفهمتني له ويجيوا واجهوني انا ويواجهوا بورقيبة محمد مزالي موجود انا موجود تكلمش واحد ولا واحد قالها هكا بورقيبة يعني قالها بالصراحة اخرجنا بعد دفتور خرجنا كل والي الولي كل واحد فهم كمحمد تتصور شنو معناه 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 فهم كمحمد عبد الحق الأسود عبد الحق الأسود اللي كان موالي زغوان وكلمني بطبيعة الحلم هذب الرويسي قالوا اللي يراه فما الشعور اللي فما فما برشة نشاط منطرف متشجعين ياسر المعارضة متشجعة ياسر وقعدة تنشط فمتلى الله ومسخنين الجو وكذلك ربما عبد الحق الأسود نثبت وش اسمه فاضل الخليل بالكاد قلت له اعملوا حسب ضميركم تعرفوا اشقال لكم وزير الاول اشقال الرئيس بولقيبة انتم عندكم ضميركم انتم موليت اذا عندكم حاجة قولوها فهمتها بصراحة عملوا تقرير تحب تبلغ للرئيس اعملوا لي تقرير اتملص من اخذ مسئولية بالتدخل في الموضوع يعني انا داخل على الموضوع تعال انتخابات داخل على الاطلاق ها وجايك من بعد اكثر من هكي وقت لي قال لي راه ما اسمه يقلمني ما هذا بالرئيس بل بنهاري ارجمها الرئيس اسعدني على انتخابات اتباه قل على العوات يعملي رانديفو اتباه انا اتباه 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 هذا بالرئيس قالوا ما سيدريس قالوا ما فهم انت خبات ماشى قتلوا ماشى ان شاء الله تمشي هكا بصراحة قتلوا رأوا بعض ولات قتلوا بعض ولات كلموني أنا مباشرة يقولوا فما فما شوية يعني حركية كبيرة ياسر من طرف بعض عناصر معارضة كذا اللي ربما تحدث شوية تشويش في الانتخابات قالوا يا موني حرفوا ما ذكروا شمعت حمد المستيريات قالوا أنا ودار والله هكا دار المهذب الروسي قالوا أنا معادي كين الرجال اخذت السيارة بتاعي في الوقت ومشيت المستير محمد مزالي في المستير يعني في الكمباني الالكتورال بتاعوا الكمباني الالكتورال مفصولة بالمسبق سمع نقاها في خطاب فاللوح دخلت قاتت بحدي في الجلسة بستير عبدت كل بيت علشانة جاي جيت قاتت بحدي وبعد ما فعل الخطاب قلت سيارة محمد احب قابلك ربيد ما شوف هذه فاندرودي سوار اذكر بالقدام هذا الجمعة دخلت انا في المكتب صغير سي المونج الكوالي قال ما حضرتش سي بافري سوال حضرت عنا ما عطوا يقول ما حضرتش قتلو اسيم محمد رأي الصورة فاهو فاهرو فان برشا ولت قلولي قال لي الحركية متاع المعارضة رأي ممكن تفاجأ الحزب بنتيج ما تعجب الرئيس قال لي اشتحب لنعم قتلو اشتحب لنعم ونمشي وانا وياك ومعنا الموج الكوالي والله فانتنا فانا وياك وانت معايا وانا والموج الكوالي ونمشي نصارح الرئيس قال لي سارش رواق بعض نتائج وكذا مش مهم فمتلا خلي تقعد بعض نتائج تظهرك شوية حركية ونشاط قال لي هذا نمشي الرئيس امشي شرئيس وانا ماشي وانا ماشي بعد انا عندي الحملة الانتخابية عندي حملة الانتخابية في مستير قلت له كيفاش ما نمشي كيف نمشي ثلاثة وانضحك معاه ونقول له بش ما يتفاجأش وقول بك ما قلتوا ليش اللي فما مشتاق علي مفاشئة في كذا وكذا ما قلتوا ليش قال ما مشيش ما نعمل 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 مشيش خلي أمور امشي عطمد قال لي عمدا رزق ايو ما عطيتوش اذل ما قال ما عطيته اذل بش يغير اي شي اعمل حسب ضميرك انتي وضميرك انتي ولي تعرف الرئيس بعده تعرف الوزير الاول تعرف الحزب تعرف كل شي وانتي عينت الناس المسؤولين على المكاتب مكاتب الفرز هذه الكل فيد الحل والربط في مكاتب الفرز الى يومنا هذا مكاتب الفرز عندها دور كبير وانتي حدث ايضا في تونس عملا امبو موان دو 3% وهذا امبو موان دو 3% من نهارتها الى يومنا هذا الى ايام الثورة عمرها لم تتجاوزتها المعارض جميع في كل الالتخابات صارت عاشق قد صارت 15 انتخاب عمرها لم تتجاوزتها عجب الدرس غيغا ليس موجود خرج على درس فمثني الى بحيث التلاعب الوزير الداخلية لا نجي لا يتلاعب بالأرقام لأنا ما يمسش الأرقام حتى ورقة الانتخابات لم تتجاوزت قدامي في مكاتب او لا تتجي عمرها لا تتجي لا تتجي ايام الفرز الوزير الاول اللي يعد المعارضة فمثلا وانا مشني موجود معاه وقت يعدهم عمري ما توجدت معاه وعمري ما وعدتهم بأي شيء فمثلا هو هرب فمثلا ومشا باريس يوم الفرز ويوم النتائج وقعدت في باريس نهارين وما روح الى ما بعد تمت النتائج بحيث وقعدت في وقت لي كنت أرى النتائج وسمعته قالوا لي قالوا لي واحد قال لي راهوا ماجدة وسيلة شفناها في الولاية بشكل الولاية متع تونس صباح يمكن تسعة تسعة ونص كيف اشتعمل وسيلة في الولاية التونس كيف يمكن الآن حتى اخذت سيارتي انا كنت كنت تسع هل افرح مال اخذت الولاية قالوا لي وسيلة قالوا لي في الولاية بشاو كذلك ارى الماجدة كانت هنا مشات وقت دخلت أنا بحث من هذا المرويسي يا ذيبا ما كان شميكا نعم قال لي جاء الماجدة حبت تعرف سم النتيجة قلت تعرفهم قلت لها قلت للي عندي توافق قلت للي حبت تهني الرئيس تهديه تهديه تهدي الرئيس قال لي كهو يقولوا ها قلت لي يقولوا بعض والتي اللي يكلمون هذا بالرويسي ممكن ما بين زملاء يتكلمون ما بين بعض ما ممكن ما قلت لليش بهذا بالرويسي ما نجي مش يقولي حاجة كيف هذه خطر يعرفين مش يقولوا شم دخلك انت عندك ويلاءة تومس يتونافاء انت مسؤولة عليها وتعطي وتشوف نتايجك كيفاش اش مدخلك مش تتوصي فلان او فلان جاء سورته يبعث يبعث الناد جوان بتاعه شوف الى اي درجة الوليات فمتلا مسايسين فمتلا الى درجة ان والي يقبل والي اخر يبعت له مندوب فمتلا بشي كلمه كيفاش يبعث لك مندوب بشي كلمه ولا خايفين دي ما مندوب انه يعطوا نتيجة اللي ما تعجبش الرئيس ويعرفوا اللي مهاذ برويسي قابل الرئيس قابل الرئيس كل الصباح ممكن ما نلومش ما ننجمش اللوم مهاذ برويسي ما نلوم ما نلوم حتى حدا ما نحب اللوم حتى حدا اللوم الا نفسي اللي ربما نعيب على نفسي اللي ما تدخلش كفاء الكفاية كنت من ناحية السياسية والادارية فمتلا لا في موقف يعني مستقيم ولكن من الناحية الاخلاقية ادارتي او الاتيكية فمتلا معنى الاتيك فمتلا ما كونش مرتاح الارتياح الليزم الشيء اللي نجموا قولوا واللي ربما الضميري يملي علي في الايام هذه بشو نقولوا اللي ربما كانت تحسين النتائج هذيكا يعني جعلها النتائج اكثر تماشي مع الحقيقة الانتخابية كانت ربما تكسب تونس خطوة خطوة اسرع مع مرور الزمن وشفت اللي شفت الان وشفت اللي شفت وقت بن علي بمثلا اللي وقت النظام هذاك مع ابو رقيبة مرتاح له ولكن مع ابو بن علي ما عادش مرتاح له بالكل با وكانك ساعتها الانتخابات هذيكا كان حقيقة اكثر تعدودية وحقة التعدودية وربما را نكسبنا المرحلة وسبقنا المرحلة بتاع الديمقراطية بعقد او عقدي نسمع الآن شهادة المغتمد الأول متاع جندوبة اللي ذكروا سي بريس جيجا واللي يحكي كيفاش صارت العملية متاع تزوير الانتخابات لنستمع معا نسبة كنت مطمد أول في في نابل وجهت لجندوبة بعقاب أنا في جندوبة صرت انتخابات تاحد وثمانين نوالي متعان جندوبة سي عبد الرزاق يوب في الانتخابات الخطب والتعليمات نحبوها انتخابات شفافة وعادلة تمت الانتخابات تمت الانتخابات شخصيا قمت باجتماعات في كل معتمدية بكل العمد وبكل أعظام مكاتب الانتخابات وبكل المسؤولين الاداريين اجتماعي يدوم نهار كامل وانا نتحدث نفسر في القانون الانتخابي نفسر فيش معناها انتخابات شفافة ونزيهة نفسر في معناها حملة انتخابية من طرف أحزاب متنافسة وكانت العملية تمت بيعني تجمد تقول بالشي لانا تصوروا عادية يوم الانتخابات كيف كيف يعني حرصنا باش كل شي يكون متوفر باش العمليات تكون تامة ثم لما وفات في الستة طلبت من المعتمدين باعتبار معتمد دول باش يجمعوا المحاضر الكل ويجيبوها للولاية اجتهاد باش مدقاش الاحصاء في المعتمدية حبيت الاحصاء يتم من طرفي والوالي والكاتب العام احتياط باش مدقاش ربما شوية تلاعب ولا حاجة بدأت بدأ الاحصاء في قاعة الاجتماعات تالولاية حاضرين القايمة بتاع الحزب والقايمة بتاع الامدياس حاضرين في القاعة وبدأنا نحصي ممكن بعد المغرب حاجة مع السبعة ونصف وثمانية الامدياس سحب روحوا من الانتخابات لو خيانوا بتاع الامدياس خرجوا خلونا وحدنا احنا والقايمة بتاع الحزب قدنا نحصي احنا كاكوا وجاء التعليمات ميزمشي الامدياس تفوت كده النسبة من اللول كانوا ميزموش تنشحوا من اللول اثنين من بعد يقولوا لا ميزمشي يفوتوا كده واحد يقول عشرة واحد يقول خمساش في المية فاليخو لا ثلاثة في المية فكليمات ثلاثة هاكملي اللي احنا قليلا حيرين ونهزوا وننفذوا عملت حاولت عملت محذر وصحوا فيه الناس كل وبأثوا لا غلط بحثونا حد من تونس باش يقول لنا منها تعملوا هكا ما تعملوش حاجة اخرى السيد هداية كرتو في التقرير من تونس مش من الوزارة من تونس من ولاية تونس الوزارة بتيرفون ما تلمش ومش ونزير ناس اخرين مسؤولين اخرين اموش نزير في الاخر وصلنا وفقنا الى محذر من احصاء عام ما حسب الترتيب الاحصائية طلعا صحيح هذاك هو اللي يمشأ وهذاك هو اللي ما هوش الحقيقة انا شخصيا حسيت هزبت وهزبت يعني اكا الخدمة اللي خدمتها لكل شهر كامل اللي نخدم وكأني ما عملت حتى شيء وكأني مناها لا خدمنا لا صوتنا لا حتى شيء عملنا محذر وحدنا اكتبناه وقلنا اكاو ما اتماشي حاجة اخرى ظهور لي وقتها واني المحاضر متاع المكاتب وكلها متاع المعتمديات والبلديات والكل نحفظها نحفظها باش مضيعش ثم نحفظها للذاكرة للتاريخ وقلت ربما يجي ينهار ويقولوا كيفاء صارت لأمور هاد قبل الثورة يعني صرحوا المسؤولين يعني سي محمد المزالي اللي رح مصرح وسي دريس جيجا صرح وانا الانتخابات واحد واثمانين انتخابات مزورة ما يشي صحيح انا احفظ به وقت جيت الثورة لقيت وانا حان الوقت باش متاع الدولة نعطيه للدولة هزيت الوسائق اللي عادي لكل وفي الارشيف وقتها لأول مرة حصيت المكاتب شفيهم خبال ما نعرفش اكتبنا شي ما نعرف ما ديش وقتها حصيت وكيف حصيت لقيت كل واحد قاش حص لم ديات ما نشحتش اما حصلت نسبة كبيرة والمحضر الاحصائي هداي موجود عند الارشيف والحرص هداي شعور مني واني تم نهار يجي باش نتعرفو على شي اللي صار وقتها ونتعرفوه بالحجة المادية مش بالحديث مش بكون الانسان يقول صار هكا لا لا هاو الحجة كفاس صار وهداي اجتهاد فيه واني شاطة اجتهاد يكون مفيد زيف النتائج المحاضر اللي عندكم في الارشيف الوطني هي المعاضر الاصلية متاع المكاتب سي عبد الرزاق يوب والي جندوبة زاد هو ما كانش قابل الشي الهدي مواش قابله الدرجة اللي الليلة اللولمشاه هو ارتاح خلاني انا قمتنا قم اقول احنا مباشر في اللوو ثم بعد بالطبع باعتباره مسؤول امضى على المحاضر المزيف هو والهيئة حيث حيث تجمو تقول شاركنا بكلنا في عمل انا تو نحشب انا تو حشب به وكعليس احفظ بها داك وسلمت للرشيف باش نحش شوية ما كان حش ما هديك قول كرامة تحصلت على هالوثاق وهالمحاضر واحصاتهم بالنسبة للولايات جندوبة وقت اللي صار الاعلان على النتائج في واحد وثمانين كانت النتائج كما يلي خمسة وتسعين فاصل خمسين للحزب وواحد فاصل تسعين للاشتراكين الديمقراطيين واللي حسناهم اللي موجودين في الارشيف الوطني هما الحزب اخذ 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 الديمقراطيين الاشتراكين اخذ اخذ الى شهادة والي تونس انا ذاك السيد مهذب الرويسي بالشغول كيفاش كان دوره كيفاش كان دور وسيلة بورقيبة وكيفاش القرار تخذ او كيفاش الامرساء اذا لنستمع شهادة السيد مهذب الرويسي نلتمس منكم مجددا حضورنا الكرام غلق الهواتف الجوالة عدم التصفيق عدم تحريك الكراسي كما نرجو منكم التزام الصمت التام شكرا الانتخابات هذه اكثر عليها الحبر كما يقولون كتبت عليها الناس يسم واحد مشكك واحد معها واحد ضدها واحد يعني فيها كثير من الحديث اولا لان تمتاز كان اول مرة تقع فيها عدة انتخابات عدة قوائم هذه اول مرة في طريق الحزبة وفي طريق تونس ثاني مرة هي في الحقيقة ما المهم بعد تجربة الستينات جدت هذه وذنيا ان فيها انتخابات معنى شبهة شبهة عمومية كاملة ولكن ينسوا ان في ذلك الوقت قوة الحزب الواحد اللي هو عاش على الساحة كحزب وحيد كان شعار الحزب ديما في كل حملة انتخابية كانت تتفكروا لا امساكة ولا تشطيق قوة كانت قوة ضاربة موجودة في شام عن حال جمهورية نهيك اللي في تونس 350 شعب دستورية في ذلك الوقت في ذلك الوقت ذكى امكانيات الدولة وامكانيات الحزب شيء واحد وقع خلط كبير ياسر وكثيرا من التجاوزات سواء كان منها التجاوزات القانونية الدستورية والحقوقية كلها جات من الخلط يعني ما هو في مستوى المنطقة مثلا في مستوى نتكلمش في مستوى الجهة في مستوى المحلي في مستوى المعتمدية يعني امكانيات المعتمدية وامكانيات الداير الحزبية والشعب الدستوري شيء واحد هو في الحقيقة دستوريا أنا علاقتي عرفي هو وزير الداخلي ووزير الداخلية له سلطة أخرى الوزير الأول والوزير الأول في ذلك الوقت كثير من نستغفر في ذلك الوقت مع المرض الطويل لزعيم البلاد ورئيس البلاد الوزير الأول كانت عندها قيمة أكثر من جربة ما ننسوش يعني المزارع الأولين بعد الباهي لا يضرب جاسي الهدنوير أو جاسي محمد مزالي هذا ما كانت عندهم سلطة أكثر من جرمهم لأنه حتى مش دستورية كان ينجم يستقبل الصفراء ويعمل كذا ويعمل نظرا للمرض ونصف العجز اللي كان بيا رئيس بركي بحيث سلطة الوزير الأول عندها قيمة والوزير الأول في ذلك الوقت هو كاتب عام الحزب ورئيس المشرف الفعلي على الحزب فيما يخص الرئيس بركيبال لا يرحمه الرئيس بركيبال كان يتابع من فوق بالنسبة له بالنسبة له باش إنسان يجي في آخر عمره يزاحمه وما يقبلوش بركيبال هذا مرضيا ما يقبلش يكون يزاحمه في بلاده كما يقول هو وفي تونس لأنه يعتبر تونس باعه قبل الانتخابات بنهارين نجم يكون منع الشهر نهار الجمهة تقريبا في وجودي مع الرئيس قتلوا بصراحة بصراحة ما خيرا صارحوا بالحقيقة ولا بعدين قتلوا ربما ثم احتمال في بعض الأماكن أو في جل الأماكن ثم أن المعارضة تنجح أحب نشوف أنا الماوي الماشي قال الرجل أما خيرا نعلم متول بعدين يقول لي فهو بعدين عيط المنجي الكوالي أو كانوا موجودين معنا ولا ما نذكر المهم بسي المنجي الكوالي بصفته مدير حزب وفي الحقيقة رأو الجمهور الكبير نتعلم انتخابات هو الحزب ثانيا سيدري سيجيجا باعتباره المشرف علينا وعلى غير ويلاة الجمهورية وقال أنا ما عندي كان رجال هل أن يقصد بها هذا معناها أعمل فلسيفيكاسيون متاع الانتخابات ولا ما تعملوش على كل حال هذه الكلمة أنا ما نكذبش وزير الداخلي وسيلة كانت عندها دور في الحياة السياسية المطلقة في البلاد مهما كان في الممورة الاجتماعية في الممورة السياسية في العلاقات الدميلوميسية في كل شيء كانت أن تكون هي رئيس الجمهورية الحقيقي أو الفعلي أو المخبي في ذلك الوقت وهذه حقيقة يعرفوها التوانسة كلها وعشناها سنين طويلة الدور المتاع وسيلة في الحقيقة كان عندها ككل شيء يهم السياسي عندها دور في الانتخابات وربما عندها كان دور فعال في لول إلى درجة أنها ربما هي تكون من وراء المخلو قوائم أخرى مزاحمة للحزب تدخل المعترك على الانتخابات وسيلة كانت متابعة للموضوع هذي وربما كانت متابعة حتى وجود القائمات اللي هي منافسة تعرف شكون بشي نافس وشكون كذا ثم حتى قائمات فبريكي لتو تبياس ورنويل بواسو أما هي القائمة الحقيقية هي المعروفين الديمقراطيين بكذا الأخرين حملوهم بشي نكبروا العرس باللغة باللغة أفصح بشي نكبروا العرس فبعدين وقع تغيير رأي هي أن كانت الأوريجين تعال هي كانت في الأوريجين تعال وجود القائمات المزاحمة ما ننساوش اللي الناس هذوم اللي يزعموا القائمات المزاحمة وخاصة القائمة المزاحمة الأساسية اللي بها الفائدة اللي هي السياسية وذات سبغة سياسية هذوم كانوا كتلة وحدة والكتلة هذي عن المؤتمر المسلية المعروفة الناس اللي نسلخوا عن الحزب وخرجوه وكونوا حاولوا وكونوا أحزاب بذلك ما خلقتش العزاب وفيها حتى موضوع هذا وأن مثلا لو تجيب كذا كذا من الأصوات أنا لا أعطيت حزب بعدين كيف تحركت كيفش يكلوا فيها تحكت الركب وقربت قرب الأجل وكذا يعني تسترسمت الحزب والاتفاق ما يلزمنيش الاتفاق ما يلزمنيش الديتاي هذا الكل الرئيس بورقيبة لا يعرفوش الرئيس بورقيبة كتب له في مؤتمر الحزب قبل ما يعملوا الانتخابات كانت تذكروا ثم مؤتمر السبناء للهزب وفي قصر المؤتمرات وعمل فيه خطاب وفيه جملة موجودة فلاش موجودة من هنا للمارش لا أرى مانعا في وجود قوائم أخرى تنافس وقائمة الهزب هذهكة بجدخلت الحكاية هذه كل باك الجملة هذهكة اللي زادت بعد شهر من البروجين تاع الخطاب من ثم هو برقب على علم وكذا وحصل حال قالها في المؤتمر وصفقت عليها الناس ووش علق هو صفقت الناس وقامت في المؤتمر حزب قامت ووش قال قال ما فهماش الناس تصوت تصفق على بش يدخل لها واحد يعرضها كنعرس بيد تاهم الضرح مدير الحزب مدير الحزب سامه واني في العبارة وانا احترمه ياسر الرب يشفيه شاهب عدل آت يأ كذا كذا هبط حزبك يقولوا هما تلحي ما وشو وشو أذكره أما بش يشارك في القرار صعيب شوي قرار حاج أخرى قرار بين وسيلة محمد مزالي حتى هو كشاهد والمعارب اللي هي قعدوا يغردوا خارج السرب السرب كله خرج من المؤتمر المستير فيه بعض من ناس رجعوا وقالوا وزراء وقالوا وكذا وطالوا داخلوا فهم ناس قالوا لا ما ندخلوش فلان وفلان وفلان قعدوا في معارضة جد فكرة ربما حتى هما يدخلوا قالوا ما ندخلوا إلا بطريقة سياسية خرجنا سياسيا ندخلوا سياسيا مش طمعون منصب وزير المشاروة سيعمال المسيري خذها نصيب أول هو في بعض من بعض من مكاتب اقتراع كما مثلا باب السويقة كما الحلفوين كما ناجل باشا هذه مكاتب كانت انتع اقتراع هو عند الأولوية والورقة الخضرة خذت الأولوية وأعلننا على ذلك يعني ما ماهتماش قع طمس الحاج اللي هو عنده فيها أغلبية خارجت الأغلبية بالنسب اللي ما خذها فلت بعدين قايمة الحزب المسائل أولا نصيح مد خرج قبل الوقت أنا عمل نهارين على أسبوع ولا قداش عمل أنت خارج ثانيا الأخر ما يمكنش أن يكونوا الاثنين كيف كيف باش تقيصوا احنا شعبيت هذا وشعبيت هذا أنا كوالي نقول لكم هما الاثنين لو تنجحوا الديمقراطيين ما ينجحوش الاثنين كوالي انتهى الموضوع وفات كل شي على قطر عندي المحرارة من دع البلال والمقياس الحقيقي اللي يعير لابينيوم بيبليك عندي ونعرف لابينيوم بيبليك لا هذا لا ناقة ولا جمل في هذا هذا جمله يسوقه الحزب وهذا جمله تسوقه ماضيه سياسته ورجل معروف وممتاز كذلك بمرور الزمن حتى في ذلك الوقت كنت أعتقد اعتقاد الجازما ولا زل اعتقد اعتقاد الجازما انه كانت تجربة كانت تكون حاجة حي لايسر وكانت ترسخ ولو نمشه قدم ميتر واحد في نحو الديمقراطية كانت تكون بادرة من أحسن ما يكون وكان يتبدل وجه تونس من ذلك الوقت ما يكونش غير يعني وجه تونس يكون غير الوجه الحقيقين تاتم وما كناش نضغله فيها الهزات والمطبات والهزرة تاتم كانت تجربة في القداء لو كانت فيها صدقة النوايا وكانت تكون فيها تربية للشعب التونسي وتجربة للشعب التونسي كيف كان عمل الإجزرسيس ناجح وراي كناش بشينة وراي خطوات أخرى والتي خبار تكون خير ولا فتخير ولكن الغد أفسدها من أفسد الظهر لحاجات بسيطة لأمور شخصية ولا تمت لمصلحة البلاد بسلام سنستمع إلى شهادة سيد محمد بن نور اللي هو كان في قيمة الأمدئاس في واحد وثمانين فضل سي محمد شكرا للمشاهدة السلام عليكم أنا ما أسمعت الشهادات ما نعتقدش أن الشهادات كانت تحب توصل إلى الحقيقة الصحيحة اللي صارت في البلاد وأعتقد أنه بالمجد الخاتمة اللي حفاء بها سي مهذب أنه قال كانت وجه تونس يتغير لو كان مشينا في الانتخابات هذا نعتقد أنه الكلام هذا ما هوش ما هوش ما مشاش أوفان لأنه بالمجد ما كانش حتى بنعلي يوصل للحكم الطبقة السياسية لكل بتاع الحزب قاومت محمد المستيري قاومته في وسط الحزب مؤتمر الحزب عام واحد وسبعين كان راد مريم للي فايت تطوير الحياة السياسية وبداية معناها التمشي الديموقراطي في معناها إدارة حزب حاكم حزب حاكم يولي الديوان السياسي وكل الهيكل اللي تطلع تطلع بالانتخاب مش بالتعين هي بادية بهذا قاوموه وفي إطار الصراع حول السلطة بعد مرض الرئيس خارج السلطة محمد المستيري يمشي برصيد كبير مواقف 68 ضد القهر في تطبيق التعادد أعطاته رصيد كبير لدى الشعب التونسي رحمد المستيري مؤتمر 71 خرج راسو عالي برقبة فسخ المقررات هذه وبدأت عملية التصفية داخل الحزب وبعد كملت بأنه في اللامدي اللي عملها بمعنى بالمجد حزب سياسي تحدي كبير وقت تشوف اجتماعات الامدي اللي تعاملت في إطار الحملة الانتخابية أو في عدد مناسبات تجمع آلاف الناس وتشوف نتائج الانتخابات اللي كانوا يعلنوا عليها لا نسبة ولا مناسبة آلاف أكيد أكيد أنه الانتخابات هذه أوقع معناها بدأ أول انتخابات تعددية ويلزم نذكر هنا أحمد تليلي كان يقول بورجيبة في الرسالة الرسالة المفتوحة اللي يبعث هالو يقول حتى مناضلة سم هالو قال لها ماشي الانتخابات ولا أحمد تليلي قال لها ماشي بعد العدد المترسحين نفس عدد معناها المقاعد في البلديات ولا في البرلمان والذان ما عند حتى فايدة الانتخابات الشيء اللي معناها قوموه حتى عند معمل الحزب هدايا بالضعف قوة لأنه هو خلق أحمد بن السري العائلة الوسطية الديمقراطية كانت فما الجامعة فما اليسار وفما اليسار أقصى اليسار وفما الحزب محافظين والحزب كانت ناس محافظين معناها بالنسبة اليوم عايشين بنمنام احنا جبنا الاستقلال نقض غد 25 سناعة كان ماذا دينا مباشرة للموضوع اللي هو عشت من موقع مترشح التجربة ووقفناها صحيح في الأسبوع الأول لأنه من النهار الأول بدأت نهار الأول برك بشيط طريقة عادية من النهار الثاني متاع الحملة الانتخابية بدأت العرقلة في مسألة معناها التعيين القاعات اللي بيشنا نخذوهم في مسألة معناها الأمن الاجتماعات بدأت لحجر يهبط على القاعات الاجتماع يخوف المواطنين لأنه ولقاوا فما اندفاع متاع المواطنين أول مرة يسمعوا الخطاب ولقاوا أنه الخطاب في الإذاعة والتلفزة وقاع استعمال واستغلال الإذاعة والتلفزة أخذها وقع كبير لدى المواطنين وهذا سيلاسي مهذب ولاسي دريس جبدو وهذا كان زاد معناها أعطاء دفع كبير للبطاقة الخضراء وهذا يعكس أنه الانتخابات عندما يقول المعتمد الأول متاع جندوبة هاو الوثائق وما نشحتش ما يعرفش ما نشحت ولا ما نشحت السبعة وربعين اللي حسبتهم صح لكن التجاوزات في جندوبة بيدها رغم معناها حرص الوالي عبد الرزاق يوب مرحوم عبد الرزاق يوب أنها تمش انتخابات تجاوزات كبيرة ياسر وقعدة الانتميداسيون والضغط على المناظلين تسليم البطاقات معنا مش في جندوبة برك في كل الأماكن البطاقات الملاحظين يقعدوا بالأربعة سوايا نهار يوم الانتخاب قدام مكتب المعتمد بش يعطيهم البطاقة بش يدخلوا فيها للقاعة ما يعطيهم مش فهم رئي الأمير العام لحركة أحمد بن السيري أنه ما فهماش فهم النية بتاع تدليس هذية واضحة ف اش بد روح وانا بش نج معنا نجب لكم أنه الاعتداءات الاعتداءات كبيرة صرت في حي هلال باللماس يستنوا فينا ممنعنا إلا بال أنا رميت روحي في كرح بمتاع بوليسية وخلطت على الجروب قلت لهم لا يقف وانتوصلوش روح لماس عندي معناها الناس قريب نسكن في التوفيق عليه صيجار وغير 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 ومن الناس اللي تقول لك رد بالك توصل روح أعطاهم مماس بش يضرب الوالي شكون اللي أعطا التعليمات هوني هوني السؤال نس مدير الحزب اللي يقول لك هو صورة مدير الحزب كان المنشك علي والي تونس أنا نعتقد لوالي تونس عنده مسؤولية لأنه كان ماش ما هوش لاهي بالولاية منتاع برك في كل الولايات كان يبعث في الواحد باش يفاسدوا العملية بتاع الاقتراع والانتخاب وعنده معناها أنا بوي بالرئيس الدولة وحتى بالرئيس ماجدة وسيلة اللي كانوا سميوها الماجدة وسيلة الاجتماعات اللي عملناهم في بن عروس وفي رادس كانت اجتماعات تشبه الفيلم زاد تشبه الفيلم زاد اللي عملوا كوستا كافراس معناها كانت ارهاب كبير وبحضور الناخبين بحضور الصحفيين اجانب فمح واحد برك في الحكومة الى جوالوجو وساهم عاونا عاونا الديمقراطيين في تونس وكل معناها مش تكلم على حركة الديمقراطيين الشراكيين باش يفضحوا معناها ارادة التزوير ستون فلانتي بتاع التزوير مايش عملية هاك عملية برمجة طار بالخوجة اللي جاب مئات صحفيين الاجانب باش يكونوا حاضرين وش شهاد عيان في عملية التزوير معناها شهادات الصحافة العالمية معناها نعطيكم حاشتين فرانس انتير مش هذية شهادات مش تحليل شهادات حاضرين في عملية التزوير يقولك لم تتحصل هذية فرانس انتير في واحد وثمانين لم تتحصل معارضة لأي مقعد من 136 مقعد في مجلس النواب الجديد ولا غرابة في ذلك إذ أنني صحافي كنت شخصيا شاهد عيان في بعض مكاتب اقتراح حيث وقع تدليس نتيجة الانتخابات في كل مراحل ها إن تدليس كامل نتيجة الانتخابات هي بمثابة حربوشة يصعب ابتلاعها في الخارج متعداش حتى على الخارج وخاصة بالنسبة للشعب التونسي دير شبيغل زال كيف كيف قوله دي لير دي بوفوار بوفوار معناها ضايا على العقل متاع ومعناها ففي العديد من الدوائع الانتخابية قامت صلات بمساعدة رجال الأمل بضغوط متعددة ومفضوحة على الناخبين ليصوتوا القائمة الحمراء التابعة للجبهة الوطنية وزعت على أنصار الجبهة بطاقات الانتخاب حتى بلغ عند بعضهم ستين بطاقة عند بعضهم هذا ديرش بيجل اللي رأيها ما هوش واحد تابع الحزب هذا ولا الحزب هذا فهمت اسأل ديرش بيجل أحد الطلبة الطلبة اللي كانوا يعني ينظروا للعملية بأكثر واقعية أنا نجم نقول لك طلبة تعتحاد الطلبة وغيرهم قالوا عندما يتمتع المرأ بامتيازات الحكمة السنين التوال لماذا تريدون أن يتنازل عن ذلك عن طيب خاطر فهمت ففي دائرة تونس الجنوبية ديرش بيجل شاهد صحافيون ألمان كيف تم غلق مكاتب اقتراعه ووضع بطاقات لفائدة الجبهة الوطنية ديرش بيجل حاضر فيها معناها هذا بش نوريكم معناها بلمجة حضور صحافة العالمية زادت أكدت أنه العملية ما صرتش جربة صافي وأنت تقول أنت ربحت وأنا نقول أنت خسرت وكل واحد عليش بش يمنوك أنت وما يمنوه لش أنا معناها برشة أشياء وقعت وقعت بالطريقة هذية معناها التزوير التزوير اللي وقع معناها اليوم برشة منظلين يتكلموا حتى من منظلين الرعاية الأول متاعها تساتر يقول لك عايتونا وقالونا يجعونونا في وسط الداخلية شكون عايت لهم يحبوش يقولوا وزير الداخلية شكون في الداخلية اللي حاول حاولوا قبل ما يقروا النسبة لوسيلة في الولاية قرت بشكون ثلاثة في المائة مش خمسة في المائة ومشيت معناها الشيء المش معقول أنه أحمد المستيري بيرصيده وبي سمعته في الداخل وفي الخارج في كل مكان يمشيله القاعات الاجتماعات ما لقوش في الناس توقع ما يتحصل على ألا ألف ومئتين وستين سوت الناس كل ضحكت عيلتو أكثر من ألف ومئتين وستين سوت الناس اللي حضرت في الاجتماعات بالألاف سواء في الاجتماعات اللي يمشيلها قبل الحملة الانتخابية ولا الراجل المشيل بداية الحملة الانتخابية في مدنين اتنرفزوا بعد الخطب اللي عملهم في الإذاعة وفي التلفزة واللي بالمجد كان لهم انامباكت كبير ووقع كبير لدى الرأي العام أنا وقاع الاعتداء اللي بالضرب معناها المبرح معناها أعطونا قاعة في بناروس أعطونا قاعة في بناروس هي دار الثقافة في وسط المدينة في آخر ساعة يجيبنا معا الحداش نتعى الصباح نهار الاجتماع يقولون لنا لقاعة فيها كما العادة متعرفوها فيها أشغال باش نعطيوكم قاعة فولفو اللي هي في اثنية بير القصعة بعيدة زوز كيلومتر على وسط المدينة ندخل غادي نتقاو نفس الاشخاص نفس هم هترا هم بيدهم يتكلم الاشخاص اللي جاءوا في حي هلال جابوهم غادي بالكميونت باشي والي جابهم عبدالوهاب عبدالوهاد بوشناق معروف شكون بعثوا عبدالوهاد بوشناق مدير الحزب والي تونس شكون بعثوا سكروا الباب وغلقوها لنا ما خلاوا حتى ساحنا احتجينا قلنا لهم لحداش احنا استدعينا الناس باش يكونوا في دار الثقافة بنعروس كيفاش باش نعملوا اجتماع في اطار الحملة الانتخابية في دو كيلومتر بعد شكون مش يعلم الناس اللي في بالهم بيكون الاجتماع غادي نلقاو لقاعة فيها بعض ناس ومسكرة وميدخلوا لها حد خلنا لها سكروا الباب علينا وانا طلعت لولاني للمنصة جاني واحد داخل علي بالصبات وبالبونيا وبالدنيا تصوري معنا راوهم برشا ناس تنشروا في جنافريك ما نعتبر هذا جهل لانه كنا نعملوا اجتماع ونخرجوا على الروح نفريحين مسروري كنا نقول القاية تولي تولي واحد مضروب وهزينوا ناس بمعنى جمشي يمشي عسقيه وفي دو كيلومتر وحتى زدنا وصلنا للوسط بن عروس كانت معناها نتيجتها وقحة اكثر من الاجتماع معناها ناس ما تخممش لكن فما نوع من الحقد انه المعارضة ما يجب معناه يجب الناس تفهم انه المعارضة ما تتعداش والصوت المخالف ما تتعداش وتونس تتقدم ما تتعداش هذا معناها أنا نعتقد حتى هذا بروسي اللي صار فيه ما صار في عهد بن علي اكيد الى ميديتين بعد يقول وكان تونس ومشت فيه ما صار اخر ما كانش يصير لشي هذك وما كانش بن علي يوصل للسلطة وكان نجحة انتخابات واحد وثمانين من عرش أنا يزمني نحكي شوية على تسعة وثمانين ولا حتى تراسي محمد لكن ثم بتت النقطة مهمة انه عملية الفرز ما 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 جنتوش في عملية فرز كيف كيف ما قلتك وقت اللي الملاحظين واقفين قدام بيرو المعتمد اللي تستنوا في البطاقات بشي نجم ويدخلوا القاعات من جملة مثلا ستمائة بطاقة طالبين هتلقى اربعين بطاقة يعطيوها والوال المعتمد ما زال ما حذرش البطاقات تقعد وستنوا ثم الامين العام سيحمد مستيري وعملوا الندوة الصحفية مش الحزب الشيوعي وقتها المرحوم محمد حرمل محمود التونسي باسم الوحدة الشعبية باسم محمد بالحاجة عمر المرحوم باحد مجيش لكن كان محمود التونسي كساعر وكاتر من قصور السيف كان ظن مترشح في باسم القايمة متاع الوحدة الشعبية في سلينا جاء وكلهم عندهم نفس الاستنتاج قال الملاحظين ما يدخلوش قروا يسحبوا وما يتحملوش مسؤوليت خطر هما سلطة ماذا بهم فهم ملاحظين وهذاك هي النتيجة وهم فماش ملاحظين وبش يزيفوها فقع اعلان امام الصحافة العالمية اللي كانت حاضرة كما قلت سيطار بخوجة جاء مئات صحفيين وخلص الفاتورة لأنه بعد قا اقالت بعد الانتخابات نحاوهم من الحكومة لأنه اعتبروها عملية شوهد فهمت صورة الحزب هما ما عرفوش اللي شوهد وهما الرأي العام الوطني لأنه كانوا شهاد عيان بعملية التزيف الناس كل كانت تحكي انتخابات هذه متاع واحد وثمانين كما الحنة تحني بالاخضر تطلع حمرة فهمت البطاقات الندوة الصحفية اللي عملها حمد المستيري البطاقات اللي اللي بتطابع جابوا لنا اجداس مجلس نواب في اجتماعه لول وصلت معناه عن طريق عدوه المنفذين الطعون الكل مؤيدة وفيها البرهين والحجاج متاع تزييف الانتخابات متاع تزييف الفرز متاع الحملة الانتخابية اللي صارت في ظروف غير عادية بالكل في العنف الميليشيا اللي ضربت المكتب المكتب المجلس النواب والمجلس الامة وقتها ما حبش يقبل لا شكلا ولا لا يشوف لا حب يقبلهم شكلا ولا شايفهم في الاصر واعتبر اكثر من هدايا الشيء اللي احنا اتفاجأنا به اتفاجأنا به مفاجأة كبيرة هي موقف اتحاد الشغل موقف اتحاد الشغل سي طيب بكوش ما زلك كانوا الناس في السجن واللي اللي اللي يتعداوا على شرعية الاتحاد هي الحزب الدستوري والناس معنا ظلمت والنقابيين تشردوا اولا تخل تشارك في الجبهة الوطنية سي طيب بكوش رغم انه اغلبية الهيئة الادارية وقتها تقول لا قالهم لا ولكن فما معناها رموز من الاتحاد طالبوا بشي شاركوا كما سي ناجي ناجي شاري بين القوسين ناجي شاري وقت تقديم الترشح خلافا للقانون الانتخابي ما كانش في تونس وما يقبلش حتى ترشح لما يقدموش ملاه فهمت وهذا يطعن زادا مشها لمجلس النواب يقول بعض هنا يعتبروا الكلام اللي كان يقول فيه المعتمدلول يعطيك صورة يعطيك صورة في مكان معين يقول بعض تجاوزات ما تأثرش على النتيجة هذي في واحد ثمانين قل الهيئة الإدارية منتع الاتحاد للثلاثة منتع الصباح ويطالبوا في النواب الستة وعشرين اللي باسم الاتحاد باش يصحبوا العضوية متاحهم من مجلس النواب معناه هذا 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 معناه المناخ هذا هو أفقد أولا مصدقية الحزب مصدقية العملية الانتخابية لخلى العديد من الأحزاب ومن طيارات السياسية أنه في الانتخابات اللي بعد رافضين المشاك رافضين المشاركة ما عايز عندهم ثقة بالكل في عملية انتخابية يسيطر بخلاف اللي القانون الانتخابي بالأغلبية وما فهماش النسبية وكتجي تكلامهم على النسبية قولك لا والله هذه ترد الأنظمة هشة وما فهماش التقرار فهمت معناه ما فهماش حتى إرادة لحياة الديمقراطية سليمة ونحمل المسؤولية السيدريس جيجا القيادات القيادات في الحزب وقتها الوزراء الحكومة اللي بدأوا يصفيوا في بعضهم وخلاوا ثنية البنع لي وهذا اللي جعل التونس تخسر عشرات سنين من العمل والتنمية وكل لأنه الاربعتاش جانبي ما هوش ثمن بتاعه معناها شوية ثمن كبير وشكون اللي تحمل مسؤوليته وكان زيت ناس تحب تكتب كتب كرم يطلبوا من الشعب التونسي يطلبوا السماح يطلبوا المعذرة لأنهم تسبوا تسبوا في كارثة وتسبوا فيها الفترة الانتقالية اللي عايشينها ماش سهلة بالكل لفترة اللي كان السبب فيها تونس ومشيتش في مسار في مسار تدريجي روى عام ستة وخمسين عدد للناس اللي قارئ شوية بعد خمسة وعشرين سنة كنا نظن أنه النظام تطور وفهم أنه الطبقة اللي متخرجة من الجامعة والشباب اللي طالع وكل معادش راضي بنمط الحكم اللي مشاه فيه خمسة وعشرين سنة ربع قرن ربع قرن كامل خاتر من ستة وخمسين الواحد ثمانين ربع قرن وكنا نتصوره أنه بدأت الفكرة ماشية في اتجاه تطوير الحياة السياسية في تونس والتطوير هذا كان مطلب ملح مطلب شعبي لأنه الانتخابات اللي سابقى واحد وثمانين كانت نسبة المشاركة فيها متعداش حتى 16% بدا زال هذا بالنسبة الواحد ثمانين بالنسبة لتسعة وثمانين كانت حب كلمتين أكيد في تسعة وثمانين لكن بيعوجالة لأن بيعوجالة بيعوجالة فما بش من نتوالش وتوال ناس كونين نزيد ديمكن أكد أنا أنا أعتبر في واحد وثمانين معنا الناس فرحت لبيان سبعة نوفمبر لأقر بأن شعب التونسي راشد ومعنا نجم يعيش حياة سياسية متطورة وحياة سياسية تليق معناها بشعب التونسي لكن سرعان عند مطار تار تسكرة متع السلطة عند بن علي وعند الوزير الأول ومعناها زاد ما ننسوش المستشارين بتاع الرئيس وكذا ولا عشبتهم القاعدة ويقول لك شفيه برقيب مقعدة 30 ومقعدة 23 و23 سنة فعملوا فخ الفخ هذا تمثل في أن هذه البكوش نادى أكيد بتعليمات من بن علي ومن المستشارين ويمكن هو بيدو مقتنع بل الشي هذا لأن كل إنسان كل مسؤول عنده يتقدم باختراح هو بيدو مقتنع به فخ القائمات الاتلافية ما معناها قائمات الاتلافية جابوا الأمنا العامل الكل بما فيهم اتحاد الشغل سي طليب وقالوا وقالوا الوايا سي سي اجماعة راو قررنا باش نعملوا قائمات الاتلاف ونعطيكم فيها قصط نعطيكم فيها قصط باش تكون المجلس النواب فيه كولوري معناها اقبلونا ساعة المبدأ مش معناها طلبوا من مش معناها معناها باش يقدموا مياه وخمسة وخمسين مترشح لمياه وخمسة وخمسين مقعد معناها باش جي يوم الانتخاب باش يلقى المواطن بعد انتخابات واحد وثمانين اللي يزمنا نتطوروا عليها يزمنا نتقدموا عليها باش يلقى فوق قائمة طاولة الانتخاب بطاقة واحدة يزوز يقول أنا ما لعلش عايي طول لا والله بالزكي مع التزكي وباش نرجع اللي عقلية تزكي معناها التاريخ واضح حركت النهتة قبلت الاقتراح واعتبرت يمكن خطوة حاس التحليل فكل وقت هذاك حزب الشيوعي الكل هم قبلوا تحمد مستير يفزد لهم ملعوب وتعرض لحملة شعواء وقتاش تعرض لحملة شعواء فأولا هو هو الوحيد اللي قال لنا منحبش نشارك في الاتلاف هذا مش نشارك بالقايمات بعد الاستشار المجلس الوطني متاع الحزب هو الوحيد كانوا نجموا يعملوا القايمة الاتلافية وتوليزوز قايمة وفما تراجوا عليها تماما كان الفخ أكيد موجه لضرب معناها مصدقية حمد مستيري الرصيد وكذا كان يقلق بن علي وقلق القيادة اللي موجود هذا فرفض بعد الانتخابات توقع تزييف لأنه ما هوش منطقي أنه أحمد المستيري مثلا ناخد قايمة على النتائج نقول لك فما تزييف وفما برشا عندي دوسي كامل مديت وخرج واصدر في الجرائد وما تعرضت الجرائد متاعنا لأنه هذه أخبار زيفة وكذا وكذا لأنه كلها بالحجاج بالوثائق أنه قاعد تزييف الانتخاب القايمة متاع أحمد المستيري وكان في المنافسة متاعه السلباجي قاية السبسي القايمة تحصل أربعلاف صوت أولا فما فرضوا التزكية كل مترشح يجب يكون عنده على الأقل خمسين شخص زكي والخمسين اللي زكيو الشخص ذاك ما عندهم ش الحق يزكيو الشخص معناها ألاف اللي زكاتك القايمة يجي ألفين وقتها بيش نظم له وجود ومعناها بيش نظم له يجي يقولون فما ناقص واحدة ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين هذا ما متوفرش فيهم معناها الشروط متاع التزكية ويطيحوا القايمة هكذا كانت زيد الناس اللي حظر في الاجتماعات آلاف زيد معناها من ناحية المنطقية واليوم هنا نشوفنا الانتخابات أكيد أنه في الناخبين فما ناس تساند البن علي وقائمة الحمراء فما ناس تساند القائمة المستقلة المساندة من النهضة لكن فما ناس وقت يراه النهضة وحزب معناها عنده تواجه إسلامي بيش يصوتوا لحد آخر لا مع هذا لا مع هذا أكيد لي فما آلاف لصوت معنا لأنه رينا تجاوب في بداية الحمل الانتخاب اللي هي بدا ما توصلتش للنهاية لأنه عرقيل في القاعات شيء كبير شيء كبير معناها صار عرقيل كبير معناها مش من نتولش هنا شيء كبير الأربع آلاف كيف كيف فما قرار معناها تبط ولات اللي قالوا مهذب الرئيسي قرار متاع مش مهذب الرئيسي يقالوا المعتمد قرار متاع نعطيهم 15 ولا نعطيهم 10 وثلاثة القرار متاع النسبة كان قبل بداية الانتخابات وذي جربوها كل الزملاء في القائمات الأخرى العائلات السياسية كل جربتها أنه فما قرار فوقي من عند بن علي يقع بالشي هذا أنا نعتقد أنه انتخابات 89 انتخابات 89 بش نقرأ 4 سطور قالتهم طفلة عمرها في كل وقت هذك 13 سنة بعثتهم معنا نوع الأمل اللي كان عند ولد صغار 13 سنة تقرأ ناجب باشا في صدقية محاولة شعرية يا رئيسي هل تعدني والله ديني العبر عك نجي بس خطر معناش الحق معناها ولد صغار جيتم أمل أنه جاي انتخابات وتعددية بعد 7 نوفمبر وبعد علان 7 نوفمبر هل من انتخابات تدر بالديمقراطية لتنتشر حتى نرى أيام أخر ترفع كرماتنا بين الأمم بتنا ننتظر ذلك اليوم الأغر يوم يختار التونسي نائبه الأبر وينسى أعياء أعوام المر يا رئيسي هل تعدني وعدا حر بقرب ذلك اليوم الأغر التلميذة 13 سنة ليس لازم نذكر رسمها يمكن يحرجها اليوم اليوم عمرها هذه التلميذة 41 سنة 42 سنة مش تفهم مدى الوقت اللي ضيعناه والفرص اللي ضيعناه اللي نضيبو مونكي اللي كان اليوم برشة منهم دخلوا الحبوسات وبرشة منهم أراوا شنو اللي صاير طوى لأنه الفترة الانتقالية مايش حاجة بسيطة ومش حاجة ساهلة زلزال تعذى به الشهداء اللي اللي صقتوا فالفترة الانتقالية من قيمة شكري بالعيد والحاج محمد إبراهني الأمن والجيش اللي ماتوا هم يدافع البلاد لأنه هالراجع هذا كل ما كانش يقع وما كانش بن عليه يوصل للحكم ما كانش بن عليه يوصل للحكم وكان تراي تونس أخرى اليوم عايشين ارى أنا يمكن بش نوصلوا معناها بعد كان بالديموقراطية ارى بش نوصلوا إلى هالبلدان اللي نسميهم لدراجون وكذا وهذا حلم حلم نحنا وجيننا نحنا نظن نفس الحلم تاك وقدش من مناظل تعذب قدش من مناظل تضرب قدش من مناظل لنتفكر معناها المناظلات الي كانت تاكل للبونيا وتواجه في العصر البوليسي أنا هذا الكل نقول للناس اللي أجرمت في حق تونس وغيروا الإرادة إرادة الناخب التونسي سرقت الصوت للناخب واليوم نعتقد اليوم اللي عايشين أنه يا توانسى وقت اللي تصير انتخابات وحنا كنا نحلموا به الانتخابات الأخرى تنساوش أنه فما حزب عمره ما كان موجود عمره ما ناظر وصل للمرتبة الثالثة وتحصل على 13 أو 14 لا بالفلوس بقوت بالفلوس وهذا هذه ما هيش ديمقراطية لنا أعتقدها وما هيش هذه الديمقراطية اللي حلمت بها وما هيش هذه الديمقراطية اللي ضحينا لكل من أجلها وتسمحوني أن أطلت شكرا سي محمد بن نور على هذه الشهادة نشاهد معا شهادة مساجلة لأنه اللي قام بها مش قادر بشيكون معنا اليوم اللي هي بشي تكون تكملة للشي اللي تفضل بي سي محمد بن نور هي يهم العنف السياسي خلال الانتخابات وتعرف الكل اللي المعايير الدولية الكل تقول اللي أول شيء يجب أن يتوفر هو السلم الاجتماعي والسلم السياسي والأمن بشي نجم ونعمل ونحكيه على انتخابات نزيها 81 في الانتخابات تاع 81 الكثير من العنف مورسة على المترشحين من غير القائمة للحزب السيد لنستمع معا شهادة السيد عبد الرحمن لدغم اللي هو كان وقتها شاب في حرك الشراكين الديمقراطيين ومهش تويلة إن شاء الله نتاولوش عليكم ونسمعوها مع بعضنا شكرا أحنا كشباب كنا تصورنا أن تونس خسرت موعدين موعد الأول موعدين الديمقراطية أو مباشرة بعد الاستقلال وبعد الانتخابات ستة وخمسين والموعد الثاني وعام واحدة سبعين مؤتمر الحزب اللي هو فتح باب جديد للديمقراطية داخل الحزب ولكن الرئيس بورجيب في ذلك الوقت لم يتفطن لم يتفهم مطالب الشعب ومطالب حتى السيادة لنفسهم فواحدة وثمانين انتخابات واحدة وثمانين كانت بالنسبة لنا ممكن مرحلة جديدة باش تفتح امامنا كشبان باش ندخل في رويدا رويدا نحو الديمقراطية ووقتها بورجيب عمل الخطاب وقال لا ارى مانعا ان نكونوا في انتخابات المقبلة اتجاهات سياسية ما قالش احزاب قال اتجاهات او فمشيت في طريق حزب او حركة الديمقراطيين الاشتراكين نحن نعرف سحمد المستيري وماضيه وكذلك بعض من الاخوان اللي هم نعرفه من اصدقاء القرابليا انهم زادا كانوا منخرتين في هذا الاتجاه كنت لذلك الوقت حضرت في الاجتماع المكتب او المجلس الوطني للحركات يوم 30 اوة 81 اللي وقع فيه الاعلان على المشاركة في الانتخابات لنوفمبر 1981 والاجتماعات اللي وقعت اللولنية مثلا باردو في قاعة الملعب التونسي كانت اجتماع لبأس به رايع جاو الناس ما قاعدنا حتى تقلق حتى انسان ما جاء منعنا من الدخول او من الكلام او الاجتماع او قصد او الميكروفون اجتماع خزن دار كان من اكبر الاجتماعات من الاجتماع الثالث مشينا القلعة لاندلوس بقى بدات الابواب تغلق لكن دون عنف انه مثلا مدرسة اللي مشعمل فيها الاجتماع مسكرة بالقفله بالمفاتح قعده اخر حتى الاخر الليل تقريبا وما يقعش الاجتماع والناس وقفين قدام المدرسة الناس يعني المواطنين والقايمة معاسي مصر بن جعفر وهذه دات في الثالث اجتماع الرابع اجتماع وقع في المرس ابو سلسلة يعني في المدرسة ابو سلسلة وقع بن جد وقع بداية الامور تظهر يقصونا الذو ويقصونا الميكرو من سمعوش الناس خرجت انا مع صديق خرجنا بشي نشوف الابواق ذي كيفاش عايش سكت وفماش بدلوش دوروش وماش لوجوه كانت فما سيارة رونو سيس رونو ستة اللي هما ماش منهم كثرة في تونس وفما عشر سيارات من نوع هذي واقفر رابضة ويتحدث مع الامن مع البوليسية اللي قدام المدرسة تخلنا في النهج هذه الزنقة ضيقة شوفوا نورا المدرسة واذا بيه السيارة هذي خدموها وخلطت تعالينا فقط الزنقة هذي المتعدي الا سيارة واحدة ودخلت بقوة في الليلة وظلمة الدنيا ودخلت بقوة ملول معناها اتفاجأنا لكن نسخلوه إنسان داخل في نهج مفطنش في السيارة هي اللي كانت واقفة هذي اخر وقت وقت اللي فطننا باب باش تضربنا نسقنا في الحيط في دار كباب نشاردين في باب دار دزيناها باش من تربوش وكملت السيارة واختنا الرقم متاحها ورجعنا للشرطة اللي موجودة وقناها السيارة اللي كانت واقفة هذي هي اللي كانت تحكي معها ورجعنا ننم كنا لهم راه سيارة هجم تعلينا رانا كنا يكسرون يقتلون يعني قال لا ما نحن مريني هاي سيارة هذي ما شفناش انو هاو الرقم متاحها مكنش معناها تشوف شنية عطاء عاد اخذاء الرقم وما صارح حتى شي بعد هذي سمعنا اللي قاع هجوم ممنهج على جماعة قايمة قايمة تونس بن عروس وقاعة تكسير الخشم الاخ محمد بن نور وجاني وقتها في الدار احكيلي بالحكاية يعني كيفاش الهجوم اني نذكر توقي كيفاش يحكيلي يعني مرعب يعني انساني بيش يضرب عبارة انساني حبي يقتلوا بصراخ وبالبونية وبالكل شي يقتلوها عملونه وكسروه وجهه فهزيته للمستشفى لان اختصاصي هو في الاختصاص هذاك لكن المستشفى لان فيه اختصاص مش ممكن مش نعمل فيه لانه مستشفى السرطان وما فيهش يعني الالة اللازمة والامكانية هزيته المستشفى اخر مستشفى شارنيكون فالطبيب اللي نعرفه موجود غادي هو متعاطف مع افكارنا ولكنه خقف يعني هو مش مناظر لحد انه يقبل بشي عمل فاقنعته بشي انه على الاقل نعملوله هال العمالية البسيطة اللي بترجع له خشم ولي متقعش يقع في قاعة عمليات وكل عملناها بطريقة اه اه انا في حرب حالة حرب من نجموش نعمله تحت التخدير من نجموش نعمله من نجموش نعمله عمله له كاكة يعني يحس وبعد حتوله جبيرة يعني الجبس على خشمه وهم الصورة معروفة القرش حتى في جريد جنافريك ورد الصور وروحت به للدار وعملت له الصور يعني اعملناك الصور لكم مش يقضوا اللي هو اللي تاريخ فوقتها فهمنا اللي امور بش تمشي الى اكتر شوية وقع اجتماع في رادس دي ومش من قايمتنا هو من قايمة من قايمة سيحمودة وسي محمد دي هو عظة القايمة مشينا مش نعاونوهم مش نقفوا معهم خلنا ذا الهجومات مشينا ناس معناها ببارشة مناظلين مشيها معايا انا خصيصا نحكي عليها الشخص اللي مشيها معايا فوزي بالحسين فوزي بيت مشينا الرادس وقفنا السيارة بتاع بعيد فهمنا للموضوع عنا من جموش ومشيو حتى الاجتماع ومشينا على الرجنيني يعني من كان فما ببطحة كبيرة بحث الرادس معروفة قطلو تلو تلو تعد أحدها شايحة بقى شايحة كان ومشينا ساقينا حتى الوقت خلطنا للساحة الكبيرة بتاع الرادس نلقاهم معناها جموعة كبيرة من المواطنين مئات منعرفهم شو معاشكون وفي وسط الساحة والشرطة الواقفة وفي وسط الساحة فما إنسان لبس لباس أزرق يقوله دنجري وشاشية فقرسه وعمل عصاها طولها تقريب خمسة وزي قبل ومكون عشرة متر حتى على كتفه ويدور فيها فوق كتفه وكانوا يلعب ألعبها لوانية وإذا كنت تتعدى فاكل خمسة متر وقل عشرة متر وليحاولوا ما تنجم مش تتعدى من أنا يدورها ومش اللي يتعدى يتضرب ويخوف في الناس بش الناس ما تتمشيش ما تشقشك البطحة فأحنا شقينا البطحة وحاولنا بعدنا من العصاها هذه واتخنا واتخنا للقاعة اللي بقع فيها الاجتماع فالقاعة طافية وسي حمودة واقف في الوسط ودير به كتلة من المناظرين يحميوا فيه معاش نفه مش مش يقع فكذا ومعاها فك الكتلة اللي محزورة معاهم سي ميشيل دوريه اللي هو مثل جريد تلومون اللي هو صحفي معروف وعايش ما نشوف بنفه بك الرعب جاو برعا خطوة ولا خايف فحمودة بن سلامة طلب مني أنا شخصيا قال لي أخرج أحكي معا الكوميسات كيفاش نجمو نخرجو يعني نقول وحنا نيجوسيسيون متاع خروج رهائن كيفاش بش يخرجو ما يقعش قتلهم ولا ما يقعش فخرجت قلت له براه سي حمودة رئيس القائمة يطلب منك نجموش نخرجو بطريقة سليمة ما يجر متقل الاعتداء علينا ولا على الناس اللي معنا خلينا فهم حتى مشكلة قلوا تفضلوا وخرجوا احنا مجنين بيش نحميوه ثم خرج سي حمودة وخرجوا وإحنا ما إحنا تحدثنا مع الكوميسات ظهرتنا عن نوع من الحماية معنا إحنا تحدثنا معه وخرجت وتخل خرج سي حمودة وخرجوا جماعة كل وقت يخرجو وانا قربت وقلت له أنا من نجمش سي حمودة جابوله السيارة ونسكو خذت السيارات ومشيو ومعي فوزي فقلت له ورني من نجمش نشق البطح دي كله على خاطر السياد شافنا ورانا تخلنا وخرجنا رانا تخلنا ورانا تخلنا ورانا تشيق على اعتداء علينا خطر أنتو ما بيش تمشيو خليه يموتلوا معي في السيارة عنده أمي سيس سيتروان أنا بش نركب مقدام وفوزي بشيركم من تالي الباب من التالي مسكر ما ما نجمش كأنه من نجمش يحلو قاعد دكا مهما فوزي واقف وانا طلعت في السيارة ودرت هكا بش نطلع في وسطها دعون دخلت بظهري وقلي هو راني بش ندخل بظهري ومعاش نتحكم في روحي يدزني طيحني من السيارة ويطبق الباب ويمشي عن نفسه فالطيحة اللي تحت أنا تحت الأوجي فوق الرسيف الرأى أنا طايحة رافق الهجوم باقي الناس اللي كانوا كلهم ويقفين وموقفهم السيادة يدور فرنتهم هما جمع اللي جايين من الميليشيات هجموا على القاع أنا متصور مش يهجموا علي وهم مش هجمين عليهم مش متصورين مش قلني طايح رأوا السيارة وسيارة وهم هجموا على القاع متصورين مش يلقاوا الناس في القاع بش يضربوهم ما لقاوا حدهم وإحنا كاكنا عافظونا تعادوا فوق منا لكن ما صار شي ما نحكيش على وقت ليقع ممثل المعارضة يتكلم مثلا الحزب الشيوعي اليوم في الليل خطاب بس محمد مزالي بساعة ونص نراوه بعدك الدرجة متاع كل يعني فهمة حملة انتخابية رسمية وحملة موازية والحملة الموازية هي حزب يعني كل شي نشطة الرئيس تقعد من نصف ساعة وكل تدخل وساعة ساعة يقول كلمة كأنه يوحي بكلام يعني عشناه هذا الكل لكن هذا برغم هذا قلنا هي تجربة وخلينا نعيشوها مهما كانت الظروف وكنا نحلموا أنه بش نربح الاجتماعات الكلهم مش بنفس الطريقة وقع التصرف فيها الأماكن المعروفة والأماكن اللي يعرفوا فيها شخص كاس محمد المستير اللي بالصحافة العالمية لكل بش كون حاضر معاه فكل اجتماع متاعه مين جرىوش بش يجيو وفزدوا الاجتماع هم برنامجهم أنهم بش يفزدوا الأمور في الأخر ما عششهمش بها ذاك لكن احنا يروعونا بش ننصلوا لحد أنا ما عش بش ننوازل بالخوف وخوف المواطنين خاصة اللي بش يحضر وإحنا كمناظلين نقبل أماء المواطنين بش يقول لك نمشي الاجتماع متاع المعارضة بش نروح بيساجلولي اسمي وممكن مناخوش الإعانة اللي حاجتي بها وفكولي بطاقة المعالجة متاع المستشفى وغيرة 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 نستقول تعرفوا بعد هذا وقع قرار أن نوقفوا معناها الحملة الانتخابية تقف وسيحمد المستري عمل الاجتماع وعمل ندوة الصحة فيها علام فيها أنه ما عش بش يوصل الحملة هذي لأنها ولينا متعرضين أحنا والمواطنين جدا للعنف ولممكن في بعض الحالات يمكن يموتوش ناس في يوم الانتخابات لم ينا من المواطنين من الشبان اللي هما متعادفين أكثر هما رهما ما يعرفوش هذي حركة ديمقراطيين الشيخيين ولا مدي ياس عم يقولك أنا مانيش موافق الحزب الحاكم وحزب الأوحد والوحيد وكلام بنفس الكلام ما نحبه فكرة أخرى هل يتوانس يتعلموش ما معناها الديمقراطية ويفهموا المعارضة مش حاجة معناها مش تخوف ولا بش طيح النظام ولا تسقط النظام كم كان يقوله فهمت وتفكك الشعب والوحدة الوطنية مش هنا تبعنا معناها النتائج كما الناس الكل لكن في أماكن معينة أنا نعرف فما يكون في مكتب يخوه في مكتب يخرج يخوه يقوله وراهي في سلامبو يقوله المكتب يقوله أخذر يعني يعني ورقة حركة الديمقراطية الاشتراكيين يقوله وراه يقوله خذر ما تقينيش وهو من الشعبة يقوله وراهي منعرف شوني مش نعمل قدامي يعني يحكي قدامي وقلهم منعرف شوني مش نعمل قلتوا شوني مش تعمل مش تعمل وتخليه قال لي وإحنا ما دا بينا نخليه وخطر احنا بينا نحب والناس تفهم حزب نيفهم اللي رانا قاعدين نن امبر لكونترول لأنه مش قاعد يعاوم فينا خليه فينا في الواجهة مع المواطنين ومعاش عنا حتى السيلزم بيش ننجم نجابوهم ونفاهمهم كنا متصورين مهما كانت الظروف بيش يقع فاما شوية سرقة أصوات اما مش بالطريقة اللي عملوها بعد وقت نسمع وانه سيحمد الميستيري عنده 1306 أصوات يظر لي هو كان يلم الحومة بارك تصوت له أكثر من هكاية وهو يجابها سيد باشي قيد السبسي اللي هو كان في اللم دياس ك حركة مش كحزب ولا هو يجابه فيه وهو يجاب ألاف مؤلفة من الأصوات يعني حاجات تتولي مضحكة شوية هو قرار الانسحاب من الانتخابات الحقيقة أنا ما عندي حتى فكر عليه أنا إنسان نعمل في التليفونات باش نعلم ومحضرتش حتى وقت اللي قال اللي عامله من غدوة يعني ما عنديش فكر عليه أما فهمنا لأننا احنا ما عادش نجمه نواصلوا لأن المناط اللي متاعنا لكلهم في الشارع ما عادش نجمه نواصلوا العمل اللي متاعنا وليذا أحسن حاجة لنا بالنسبة لنا إحنا باش نقولوا ما عادش نجمه نواصلوا معهم لأنهم بطبيعة الحال بعد باش يقولوا تيومها خسروا الانتخابات وما ربحوا حتى شيء والمناظرين متاعهم حاضرين حتى وقت الفرس وقلوا مش صحيح نفهم بعد بعد فهمناها بعد لكن نتصور القرار اللي تخذوه في المكتب السياسي للحركة هو مربوط بمعلومات شاملة أكثر من تونس ثنين ذو موعيد ما نجحنش فيهم في تونس هو موعد بعد الاستقلال والديمقراطية بعد الاستقلال وبوابها برقب وقتها لأنه فم الحركة اليوسفية بين قوسين والاتحاد هو زاد بداي من اللي يميت لول عمل لضرب عام وهذاك ممكن غلطة تكتيكية خطر هذيك تعتي الزلائع للنظام باش يتسكر وقل لها ديمقراطية ثم عام 71 ثم الموعد الثلاث همم عنديمقراطية اللي يفتح الباب للتعاس أبعد هو 81 انتخابات جابع 87 وبعدها نعرف ما صار في تونس كلا هو فيك شنسمع توا بشير خذر اللي هو كان مسؤول على حملة قيمة تونس المستقلة البنفسجية في 1989 تفضل سي بشير عفوا الخذري سي بشير الخذري مرحبا بيك حكينا كيفاش عشت في 89 هل تجربة هذة الموعد الثاني اللي منجحنش فيه كيفاش انت من موقعك قايمة مستقلة بنفسجية كيفاش عشت بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الفرصة هذه في انتخابات 89 نحن جات في فترة نسبيا فيها العديد من الإغراءات السياسية وفتح مجال كبير قدام السياسيين بصفة عامة عنهم بشي ساهموا في إثراء المشهد السياسي في ذاك الوقت من بيان سبع نوفمبر وما فيه من شعارات مختلفة وتشجع على المساهمة في الحياة السياسية وبعد ذلك من محاولات في لقاءات سياسية والتجميع من السياسيين ومسؤولين السياسيين في دفعهم إلى الموضي قدما أكثر في إنجاح المسار الديموقراطي كان أننا في الفترة هذه تقريب نسبيا ثم تفرهيدا وثم فتح أمال قدامنا أنه بش ممكن أن نكرس الديموقراطية ونعيش الديموقراطية من قريب فالعديد من الناس كان مقتها على مستوى بعض القوائم القائمات التي قدمت وكذا وثم عدد كبير آخر من الإسلاميين الذين كانوا في الفترة من بداية تقريب بداية الأولى بداية الدكتاتورية فترة برقيبة ثم بعد انقلاب 87 وقع شوية انفراج وحسروا رواحهم شوية فحام تجزعوا أكثر أنا بشي قدم وقام أنا التفاف كبير مع بعض الرموز اللي أنه يتواجدوا ويساهم في هذه فعدد منهم كبير منهم تواصلوا بنا وبحكم أنا قريب ياسر للشيخ رحمه الله من تلمزه ونحكي وياسر في المجال السياسي فاقترحت عليه أنا قلنا أنه علش ما نحن ما نساهموش في الدخول لحياة السياسية الآن بصورة أخرى بصورة جديدة يبتروح علينا كذا وفعلا أنه الشيخ مكانش مطمان مئة في المئة ولكن لبأس أنه فقدنا نتناقش معنا في تكوين القائمة هذه وقع اختيار جملة منها خاصة منها بعض الرموز وقع اتصال بالأستاذ عبد الرحمان الهيلة رحمه الله وبعض رموز أخرى وقع هنا فترة لبس بها في النقاشات وفي محاولة الإقناع وجمت مجموعة لبأس به وهذه القائمة بتاع تونس واحد وهذه تشوف معناها في الأسماء للثقل القانوني اللي فيها الأستاذ مختار عبد الرحمن الهيلة وأستاذ فاخر بن سالم الأستاذ عمر خميلة أستاذ حبيب خميلة هذو من من رجال القانون كذلك علاوة على رموز أخرى سيب اختار رفرجاني والشيخ عمر لأحياوي محمد بسرور كذلك رموز أخرى هي رموز مختلفة على مستوى الساحة في ولاية التونس وشوف معنا علاوة على الأسماء هذه فما البيان اللي تنصر في الوقت هذا اللي فيه في الوقت هذا 89 ولكن الشعارات اللي نلقاوها الآن في وقتنا هداية فكان القائمة نوعا من الاستشراف إلى المستقبل الأفضل فادخلنا وكانوا سادة من رجال القانون ملقينيش مشكلة كبيرة في الإعداد الملف لأنهم متابعين قانونيين من ناحية القانونيين متابعين فعاونوا ياسر في إعداد الملف وقدمنا هداية كذلك في اختيار الملاحظين وكاننا احنا بحكم تواجدنا معناها في كل المكاتب الاقتراع الموجودة في تونس واحد اللي يضم حدش المعتمدية متواجدين فكان عدد كبير من الاختيار من الملاحظين كان ثم قبول ولكن مقل تقدمت القائمة من الملاحظين فيها بطاق التعريف وقع من بعد صورة عكسية وقع ضغوطات كبيرة على الملاحظين هذين من القائمة لأنهم تحصلوا على معلومات عليهم ووليت عندهم قاعدة بيانات كاملة للملاحظين كل وقعت الضغوطات سواء كان عن الأهالي على عيالهم على أولادهم كده فيهم ليخل منهم أن خاف وانسحب فأحدث نوع من الفراغ وخلينا حاولنا باش نجموا نتلافاه هذا الفراغ وهنا نتلافاه هذه فعلا أنا كان البداية الأول وقت اللي بدينا أنا بعد إتمام رأيات القانونية لكلها بدين ما نهيو للحملة الانتخابية فعلا أنا في البداية كانت الهجومات كبيرة من طرف الصحافة ومن طرف السياسيين وكذا على حركة الديموقراطين للشراكيين ويراوا أن ممكن وهذا السنتاج ممكن يراوا أن في القائمات المستقلة اللي في وقت هذاك ما عندهاش ممكن تأثير وما عندهاش علاقة كبيرة بالمواطنين فبالتالي ما هيش تحدث حاجة كبيرة لكن في دخولنا في الحملة الانتخابية عدينا تقريب حوالي 3-4 أيام من الحملة الانتخابية تغير المشهد تغير المشهد فولى التركيز الكل على قائمة المستقلة وأساسا قائمة المستقلة واحد في تونس واحد لما تحمل من رموز في القائمة هذه كانت الاجتماعات اللي عملنا هم لولا لبسوا شوية لكن من بعد وليس تطديقات ثم المنع نوعا من بعض المواطنين أنهم بيشوا دخلوا القاعة محاولات إلى تشتيت جهود في الاجتماعات هذه نأخذ مثال مثلا أنا مرة أننا عنا اجتماع في دار ثقاف باب العسل وانا مشيت أنا وشوفير الخامسين بسي نجيبوا الشيخ لأخي ومن دارو وقت لأحنا جايين وصلنا شارعة سافريل وتعدينا من قدام المحكمة من ثميكة ثم كارها بقى الدبل علينا وتحصرنا حسرة منها فسو أنه كود فولاند نضرب في المادة ونضرب في كارها بأخرى ويقعلنا حادث وحتى الشيخ وقتها منها نفسيا منها يصعب أني بشي نقول هذية ومما أدى أنه كذلك أنه هذية فيه تأخير على الاجتماع اللي بشي نصلوله وولينا نقعد معناها في روعة ماد كالترتيب شوية للشيخ ورجع من النفس وشوية نشجيع وشوية بشوية والحمد لله أنا مكنيش أضرر جسدية اللي فيها وسنة تقريب حوالي منها ساعة أكثر من ساعة متأخرين للشيما هذية ونلقاو ثير بات لأن بلغ الأخبار من حتى للمواطنين غديكة وثم توتر كبير هذية ثم نلقاه تقريب ما يقارب على ثلث من القاعة أنهم كلهم من رجال الأمن ومن الميليشيا داخل القاعة هذية ولكن تم اللقاء هذية في بعض أمكان أخرى منعنا مثلا في الوردية كان لقاعة في قاعة تفرح في الوردية وقت المشينا لنقاو القاعة محجوزة من طرف التجمع من طرف بليشي تتجمع من ذنك من الضرر أننا قادنا نلوجه في قاعة أخرى فكل فترة هذية ما لقينا إلا في دار ثقافة إجبال الجلود وكل مسافة هذية وكيفش يكون الاجتماع في تونس المدينة منعنا بحجة القانون أنا قادوا لا أنتم ما تحصلتوش على الترخيص ما فبتالي مثلا ماشي ما عدا وهنا بدأت المضايقات كذلك أن مضايقات أخرى على مسؤول الملاحظين والناس الناشطين اللي معنا فيهم اللي يوقفوهم يهزوهم ووقفوهم اللي مدد نصف النهار أو ممكن حتى للعشية لآخر وقت ومعاعد يسايفوهم باش ما يشهدوش معلقة السير الاجتماعات إلى قاعة ثم عونا في ارتكباء في حي الزهور في حي الزهور معنا المناظلين واللي المواطنين اللي بش يدخلوا جاءت جوا عدد لبس بهم من الميليشيا وتدخلوا فيهم بالضرب معنا وكاد تكون أنا معركة كبيرة ما بين الناس وكذا لو لا تدخل بعض العقلاء اللي فضلوا إشكال هدايا هذا الكل أنا كيف نقوله أنا هل ما وقع هدايا في تونس ولي لعله اللي سيد محمد اللي يسمعني أنا أعظاه بعض تفاصيل هذه هي تقريب الأشكال المنع هدايا تقريب كانت تكون أنا متشابهة في جلها المهم أن الحملة الانتخابية متاع القيمة المستقلة والقيمة المستقلة أنا ميزة ما تكون ناجحة وما تنجحش بالكل وكان أنا حضور منها صحافة موجودة وكان تتابع فينا منها بكل تقريب تعطي في صورة على الاجتماعات وعلى على قل حتى الجانب المضموني للخطابات اللي قاعد تتقدم من طرف المحاضرين ومن طرف من أعضاء القايمة في اجتماع مثلا في آخر اجتماع انتخابي وقاع في بورسة الشغل منها بالحق هذه بحتة للنس الكل للنس كل بحتة ما كننش نتصور أن المواطن التونسي عنده هكا الرغبة وعنده منها الإصرار على التغيير الإصرار على إنجاح المسار الديموقراطي وإحنا كنا نسويه حتى في اجتماعاتنا نسميه أحنا الآن نعيش في عرص ديمقراطي من أعراض ديمقراطية قاعدين نعيش فيها محاولة مننا هو أنه على الأقل تأثير على أنه يخفوا شوية من المواجهات ومن المنع ومن العنف الذي قاعدين نرتكب فيه بشيء نحن ندفعه لأننا نحن مقتنعين لابد أن يلزمنا نساهموا في المسار الديموقر لأننا نقدر أننا قناعا قادرين أن ننفيدوا بلدنا ونمدوا يد المساعدة لكل الأحرار لننفيدوا بلدنا ونقدموا القدم هدايا وكان الاشتماع هذاك منها ملاحظين أجانب الذي يقدروا الاشتماع هذاك تقريبا فات العشر أليف من العذر وهي منها قاعة لا تتساحت الألف وكان الحضور منها داخل القاعة وخارج القاعة بصيفة منها مكثفة بصيفة كبيرة جدا وهذا الذي يجعل ممكن تهجمات كبيرة على مساوى الصحافة على مساوى الخطب السياسي على مساوى الممارسات وقد هجمات على ديارنا فيما بعد هذا أنا أتوقف لمدة تقريب حوالي نصفرار أو أكثر كذلك منها أحد أعضاء القايمة سي منجي منجي جويني في داره منها تعرض وهذا وقتله وانا عنده قاعة منها في حومت وثميك فهذا في باله وأنا بشي عمل لقاء في حومت وإذا بيها اللقاء هداك نلقا والقاعة كلها معبية بالميليشيا ميليشية الحزب معبية بالقاعة هذيك ولقاعة تشويش كبير منها ولكن الحمد لله منها تم بأخف الأضرار ما نقولوش منها تم بأخف الأضرار هذي فهذا الكل هذا أنا نقولو أنا ما راح لمرينا فيها هذه الكل هذية في الفترة هذه الكل هذية ما كانتش سهلة وما كانتش أنا بيسر بيش نجم نقبلوها أننا أحنا ونعيش معها هدايا ولكن رغم ذلك أنا في يوم الانتخاب مع انسحاب لمدياس وقع اتصال بنا على أن نسحبه فأعضاء القائمة قالوا لا أنه يجبنا نمشي وللخر مساهمة للإنجاح لإنجاح هذا العرس هذية ونقدم فيها أحنا واخذينا طريقة في المكتب منتعنا اخذينا طريقة لمتابعة النتائج للانتخابين حبوا نتابعوها مباشرة من مكتب الإختراع هذية وعملنا منها شكل منها تابلو فيها بيانات لكلها والمكاتب أسماء المكاتب هذه والملاحظين اللي موجودين منها في المكاتب هذه وقلنا معهم طريقة كيفية الاتصال مباشرة حالما يتحصلوا بالأرقام هذه ولكن ما رعنا أن أولا في مكاتب الإختراع بصفة عامة كلها ما تماش مكتب أن تلقى فيه تقريب الورقة بنفسجية بصفة عادية يا إما ما تلقى هاش بالكل وإلا تلقى جزء بسيط اللي ما يفهيش بالحاجة أنا للناخبين أو أنه يقفوا الميليشيا البرة ورؤساء الشعب ووجوه معروفة تبدأوا يقفوا البرة وينبهوا عليهم ويهديدوهم أنه وقت يخرج يجيبوا الورقات اللي ما حط هاش في الصندوق أنا بس يعرف لأنه هو راه حط الورقة الحمرة ما حطش ورقة أخرى يضغط عليهم إذا ما تعملش هذائي وإذا ما تحملش الورقة الحمرة رأوا اللي آنة بشي تنحالك رأوا البطاقة اللي علاج متاعك رأوا بشي تنحى رأوا بشي سير لكذا في أولادك فكذا فكان تهديد مباشر وتأثير مباشرة في العشية ولد داخل مكاتب الاقتراع ما هوش البرة في الساحات ولا قدام مكاتب الاقتراع ولد داخل مكاتب الاقتراع فهذه العملية هذية الكل هذه نحن عملنا معها ووصلنا فيها إلى النهاية في وقت لجاء وقت الفرز وغلق مكاتب الاقتراع نحن أحسناهم تقريب ما يقارب على 40% أو 40% وشوية اللي وقع طردهم من مكاتب الاقتراع الملاحظين متاعنا كلهم حوالي 40% وقع طردهم هذية كلها وتصلوا بنا لكل هدايا وفيهم جزء منهم اللي في عشياتها توقف في عشيات يوم الانتخاب فيهم جزء منهم لبس بي نتوقف نهارتها هذيك وفيهم اللي بأت هدايا وفيهم نتعلقت به أنا تشويش في الشارع جملة من التهم أنا تعلقت بهم وقعدنا نتابع في النتائج الانتخابات المجموعة اللي مزالت واللي قعدت موجودة حاولوا يوصلون لأرقام مع الأسف لما كنا كان عند الأرقام تقريب صحيحة كلها عملناها منها في شكل ديتا بلو هذية وما حاضرنا عملوا فيها في وقتها مع الأسف أنها رفعت مع ما رفع من أمتاعنا الخاصة والعامة لكل هذية فهذية منها ممكن توجد في أرشيف ويكان في بحث كمتوبة في الأرشيف منها ممكن من تجلوه هذه صلبية منها مبعوث إذاعة البي بي سي في المكتب في العشية تقريب في حدود قريب الخمسة قال لي الآن تأكدنا أن القائمة المستقلة تونس واحد سوف تتحصل على حوالي ستين في المئة من مقاعد البرلمان قلت له هذا يرى هو تزف المورال ومتاع له هذا قال لا ما هو شمورال ولكن هذه حقيقة وهذه حقيقة وإذا يقع عكسها عندنا كلام آخر أحنا نقوله من بعد وفعلا متبعتنا للأرقام والتي تحصلنا عليها من خلال الملاحظين اللي بلغوهم من هذه احنا تحصلنا على ستة وستين فاصل ستة وستين في المئة فاصل في حوالي ثنين وخمسين في المئة من المكاتب اللي قاعدوا فيها الملاحظين في نخل سنديق هذه فيها مريت منها بإخلالات أخرى إخلال آخر وهو رهيب جدا مثلا المكتب من تعدي بوزفيل مكتب الاقتراع تعرفوش فين موجود موجود في الشعبة والأستاذ أحبيب خميلة عظم في القائمة هز عدل منفذ ومشاع من المعينة وعمل المحضر وهز المحضر للولاية ولكن لا ندري ما هو مصير هذا المحضر هذا ما نعرفوش عليه كيف يجئوا قاع به هذه من الإخلال في وقت تجميع للسندق ثم حالتين ثم الحالة الأولى الشيرة الجنوبية كانت السندق متاحها تتلم وتتعدى إلى لجنة التنسيق التي موجودة في نهجة ساحة لجنة التنسيق الوردية تدخل السندق ثميكا يقع معها ما يقع ثم تعود وترجع وتمشي المركز الفرز في معتمدية الحرائرية في مكان آخر في في كرنوى أحد الملاحظين وقت لخرج السندق وخرج السندق المثاميكا اخذ سيارته وتبّحهم سيد محمد علي شتيبا تبّع السيارة السيارة لم تذهب في المركز للإقتراح لم تذهب إلى ثانية في سكرة ودخلوا بالسيارة في سكرة مع العلم أن السيارات هذه كل هذه سيارات في سيارة خاصة ليست سيارات رسمية التي مطالب أنها تنقل بالسندق في دخلت إلى ثانية في سكرة ووقع التغيير ثم عادت ومشأت إلى المركز من بين الأعضاء القائمة كان مكلف بالمتابعة في النتاج كذلك الأستاذ فاخر بن سالم مشاه إلى مركز الفرز في الحرائرية ويحضر إلى عملية الفرز هذه بعض ملاحظين وقت يتنقل السندق يتبعوهم متبع لأن يمنعوهم أن يشطلوا معهم في السيارة يتبعوهم متبع وقت يوصلوا إلى المركز على السندق يحب ويأخذ رغم أنهم ملاحظين وفي البارج يمنعوهم من الدخول وليس يدخل حتى أحد لكن الأستاذ فاخر لأن عضو في القائمة يجعله معتمدية مكاتب مكاتب وفي كل مكتب موجود فيه إما عمدة وإلا أحد رؤساء الشعب موجود في المكتب وقت يدخل الصندوق يدخل الصندوق للمكتب ويقع تقطيع المحظر وتغيير المحظر في المكتب ثم يشوف يعمل نظرة إلى الصندوق إذا يلقى فيه الورقة الحمراء قليلة فيقع حشها بأوراق حمراء أخرى في هذه ثم يخرج الصندوق ويغلق ويمشي معه المحظر الجديد ويمشي إلى القاعة أين يقع الفرز فبدأ يحتج على الأمر فجاه المعتمد الحريرية في وقتها قالوا يا ما بشي تقعد رائد وإلا سأثار أني تغضي من هنا وما خليك تقعد في لول رائد ولكن ما نجا مش يصبر أمام هالشي المهولة معنا الاعتداء الساخر على مفهوم الأبسط مفهوم أنه فرز بكل حريب فرز عادي مثلا مش فرز بلغة أخرى مثلا مش فرز بالكل ما يقول فعود أحتاجه كذا في الأخ الكاتب شدوا بقوة شدوا وتالا وتيشو من حوالي بعد متصف الليل تيشو خارج الباب وفي هذا ما نتقدم تقرير وتقدم تقرير هدايا ولكن مع ذلك لم يقع هدايا مع هذه النتائج هدية وكل هدية وليح صنع له هدية وقع تقديم كلفة الأستاذ في بل عمر خميلة في بل أنه هو يتقدم للطعن ولكن قال يراه تكلف بذلك الأستاذ عبد الرحمن الهيلة وهو أقدر مني وقدم مطلب هدايا ولكن نتيجة هدايا ونتيجة القيمة ما وقع من بعد للأستاذ عبد الرحمن الهيلة شيء فوق يتصوره تقريبا مثلا لا أحد لا يعرف أستاذ عبد الرحمن الهيلة هو موقع الاجتماعي يصل إلى درجة الإفلاس وما يلقاش من بعد يخلص كراء المكتب يسحب منه القضايا الكل قضايا شركات كل يسحبوها منه يدخلوه للمكتب ويلعبوه بالمكاتب بالدفادر الكل يقوله الأستاذ عمر الخميلة قال وَهَذَا شَعَلْتُوا بَعِينِي الكرسي متاعه مطعون 150 طان موس في الكرسي متاعه فهذا إلى أي هاتسة الدرجة هذه أستاذ عمر الخميلة قال يقول وقت نمشي المكتب نلقاه الكل منسركن بأعوان الأمن من الإرهاب ويحاول يقربوني ويدززون مع الأخرين من الشيخ عمر يحيائي وشيخ محمد السور كما وقعانهم في ديارهم وفي المضايقات التي وقعت هذه الكل أنا أقول هذي الآن في 89 اللي هي كذا ولكن أنا بتصفح للتاريخ نلقى أن من 12 محطة انتخابية تشريعية نلقاه جملة تتعاود في تقريب الوسائل الأعلام الأجنبية تعتبر هذه الانتخابات مزورة ومزيفة والهنا التزوير والتزييف مقصود وهو تزييف لإرادة الشعب لإرادة المواطن اللي حب يختار بحرية ولكن تزور وتزييف إرادة هدايا نحن كنا نربح الكثير الكثير من انتخابات 89 كنا نربح الكثير هدايا لو أنا كانوا على الأقل تسموا بجزء قليل من الوقت هدايا الآن نحن قدميني على مرحلة انتخابية أخرى ونزالت الشهايدة لتتقدم هدايا ونتوجه أنا للمواطنين ونقولهم الآن نحن قدمين على المحط وشوفنا المحطات هدايا وشوفنا صورة تونس تشويه المشهد التونسي المشهد السياسي تونس لدى الرأي العام العالمي كيفاش تشوه وكيفاش أنه ولا منها يظهر أن تونسي مزيف مباشرة هدايا وعلى الشباب وعلى المواطن الآن يحرص لإنجاح هذه المرحلة هذه لأن هذه المرحلة مرحلة الانتخابة البلدية هي تعطيه الحق أنه حق القرار بيدو هو ما هو أنه يسلط عليه أو أنه يصبو عليه لا هو يختار القرار فأقولهم أنهم يشاركوا في هذه العملية بكثافة وبحرص شديد على إنجاح المسار الديموقراطي إن شاء الله وشكرا شكرا سنستمع الآن إلى شهادة السيد جنيدي عبدالجواد قياد كان في حزب الشيوعي وحركة التجديد وعاش هذه النكسات لعديد المرات وسنستمع إلى شهاد تفضل سي جنيدي سلام عليكم أنا أنا وقت اللي ادخلت للحزب الشيوعي نلقاها الحزب دائم شارك في الانتخابات بطبعي هي منذ الاستقلال أنا أفهم أخوة اللي شاركوا في الانتخابات بعد يمكن من 81 نرد التالي احنا من 56 56 في قائمة هذه منتع المجلس التأسيسي لولاني هني شوف في واحدة منهم اجتماع انتخابي بقصر الجمعيات يخطب فيه محمد النافع المرحوم والحكيم سليمان بن سليمان اللي كان مرشح في ذلك الوقت منتع القائمة المستقلة اللي يساندها الحزب الشيوعي التونسي ومن وقتها كانوا يقولوا رغم أن الجو الذي يسود القانون الانتخابي لا يسمحان بأن تجري الانتخابات بصورة ديمقراطية ولكن رغم هذا شاركوا في الانتخابات هذه 56 ومن بعد 63 وقع منع منتع الحزب الشيوعي معنا يقول دريس جيجا اللي لحزاب ما تطلب بش رخصة هذه من غير رخصة الحزب الشيوعي كان موجود والناظر من أجل الاستقلال والمناظرين متاعه وعرفوا المحتشدات من برج الباف رمادة 34 52 ولي هذا ما فماش رخصة بالنسبة لحزب الشيوعي حزب شرعي موجود وكانت وقتها فم تعدد دي قبل 63 وحذر الحزب الشيوعي هو اللي دشن كل مرحلة جديدة متاعه كما قال صحيح هو دريس جيجا ولا الاخر الرويسي يقول لامساكة لتشتيب بطرة كاملة من 63 حتى العام 81 واحنا في لامساكة لتشتيب ما شاركناش في الانتخابات بعد إبارة فم قائمة واحدة وحزب واحد ورئيس واحد 81 وقع رفع الحذر على الحزب الشيوعي من غير رخصة وقع رفع الخذر على حزب كان ممنوع مدة 18 سنة واتخلنا الانتخابات منتاع 81 بطبيعتنا لأنه هذه كتكريس للتعددية كنت أنا كتب عام عن نقابة التعليم العالي في ذلك الوقت وعضه في الهي الدارية منتاع الاتحاد عرضت أنه الاتحاد يدخل في جبهة مع الحزب الحاكم لأنه هذه كانت التجربة لولى معنا بعد بطبيعة الحال بعد 56 التجربة الولى اللي كانت فيها تعددية حزبية تم معنا الكلمة في الانتخابات لونك شاركنا في الانتخابات 81 الكلام اللي تقال لكله نجمت ناحي كلمة لمدياس تحط في بلاستها حزب الشيوع التونس يتلقاها صحيح نفس الشي 81 ومانيش بش نطول ياسر بش يمكن نجبد محمد حرمل اللي ترشع في 81 وشاف الشي اللي شاف وحمد المستيري بالضبط كذلك نجم نذكر مثلا عبد الواحد العباسي هذا كله مكتوب في الطريق الجديد وعطيتكم أنا الوثائق لكل الطريق الجديد اجتماع عرادس والعصية اللي يحكي عليهم لدغم عبد الرحمن لدغم العصي والفلقة وإجماعهم يفزدوا في الاجتماعات ويطفيوا في الظو ويضربوا والميليشيا إلى أخير هذين كل شفناه وكذلك زاد في جميع مراحل معنا الملاحظين اللي يمنعوهم في التسجيل في بطاقات الناخب في العنف المسلط على الملاحظين عام 81 القائمة منتعنا لعطيناها الكل منتع الملاحظين مع طوهننا كان بشق الأنفس ستة سنين من بعد وميزلوا يتبعوا فيهم في خدمهم وفي شغلهم وفي الناس اللي ما عندهم الشغل ما عايش يلقاوا الشغل إلى أخيره لذلك الأمور كل هذه الانتخابات عانناها في الحملة كنت كنت عام 81 منسق الحملة الانتخابية منتع الحزب الشيوعي لذلك نعرف لاذا نقول بالضبط وكتبناها في كانت فم وقتها عام 81 كانت فم ديمقراسي فم رأي مستقبل وفم طريق الجديد كذلك لذلك كذلك الكل موجود في الشهادات نتعنا حبيت نصلح فقط نقطة بدأ بكري محمد بنور ونعرف ما يمكن الذاكرة هذه الذاكرة يقول معناها الحزب الشيوعي تفاوض مع الهادي البكوش وقبلنا لكي يكون قائمة تلافية مصحية فماش منها الهادر هذه معناها ممكن الامدياس معناها ما قبل ونحن ما تفاوض بالكل في المسألة هذه حول قائمة مشتركة مع لا حزب دستوري ولا غيره فماش منها الهادر هذه هذه للتصحيح الحاجة الأخرى لا احنا مقبناش واصل سيجوني عايش نعم عايشكم عايشكم شهادة سيجوني دي خليوه تكلم تفاضل سيجوني نحكي على 89 89 ما شاركش الحزب الشيوعي جملة في الانتخابات ليكون في علم الجميع القائمة الوحيدة اللي شاركت معناها وانا شاركت في الانتخابات عام 89 في قائمة مستقلة فيها الحزب الشيوعي وفيها الحزب الاشتراكي التقدمي وفيها النقابيين وفيها زادة كذلك من حساسيات أخرى قومية في ذلك الوقت في قائمة مستير عام 89 ترشحت في ذلك الوقت ونتذكر أنا اللي فهم في الاجتماعات العامة متعنا في اللون مشات ومبعد ولا فهم التفسيد متع الاجتماعات والتفسيد جاي من جهتين على الساس معناها الكفار وظمارة من هكالنوع ذكا من الحزب الدستوري وزادة كذلك من قائمة متع البنفسجية في نفس الوقت معناها في اجتماع قصر أهلال اللي نذكر أنا جاوبش يفزدوا بالعصية اللي اجتماعات ندعنا ولكن صدنا لهم في ذلك الوقت ومعد في المراقبة وفي الملاحظين وفي إخراجهم بالقوة إلى آخر ينقاوروا احنا فرد فرد شكارة لأننا عانينا من نفس الضغوطات ومن نفس السليب وقت الإعلان عن نتيجة عام 89 في ولاية المستير اللي نذكر كان تكونوا الوالي في ذلك الوقت عام 89 وقت اللي جاوا يعلنوا على النتائج في الولاية معناها يشطبوا القوم يخدم خدام يأخذوا كل الوراق متاع الفرز وإلى آخر يحسب واحده ويلقى الحساب مش مقابل يفسخ من هنا ويزيد من ذهم ويحط من غادي حتى وقت اللي يضرب الحساب عموديا ما يلقاش وفوقين يولي ترسيله يا ودي ما كيفاش تحسبك غالط حسبوا كما حبوا وسكروا الوحود متاع السكر علينا منه غضو كيف أعنوا عن النتائج هذه الهزيلة كما حبوا هما مشينا تلمينا ليلتها اجتمعنا وقررنا باش نعملوا مسيرة على القدمين من المكنين إلى المستير احتجاجا على التزييف متاع الانتخابات مشيت أنا باسم القائمة عملت برقية للسيد رئيس الجمهورية في ذلك الوقت تسموه زين العابدين بن علي ووزير الداخلية سيتسموه لكن انت قتلي النفاتي يظلي هو النفاتي عملت لهم برقية نعلم فيهم اللي حنا باش نقوموا بمسيرة احتجاجية سلمية من المكنين إلى المكنين إلى المونستير ماشا عن القدمين ونطلبوا حماية الأمن للمسيرة هذه السلمية وقت اللي خرجت من البوسطة نلقاه الباقي البوليسية حظر باش استنى فينا قرفت هنا وهزونا الجمع الكل ضربناها ثلاث يام في الحبس محبس فلاقرانديلي في دوكان التي فلاقرانديلي في مبتت سلول الوسخ واحد وحصيرها في المكنين اللي هي بلاد الحصر وحصيرها ممسخة ومبعد جاءونا بعد ثلاث يام أنا ورشيد الشملي وإحمد بن صالح موش عمد بن صالح الوزير أحمد بن صالح الاخر والأستاذ التعليم الثانوي اللي كان معنا زادة في الحركة في ذلك الوقت جاءوا بعد ثلاث يام قانون باش تمضيوا في الورقة هذه معناها اللي احنا معناها ملتزمين بأننا سنلتزم باحترام القانون مستقبلا قلت له أنا تعرش كيفاش الورقة هذه منيش بصحفها ورجعوني أنا البقع انتعاي ضربت 15 يوم في حملة انتقابية متعبة خليوني نرجع لإستيك لأنه ظهر واحد ساعات يتعب بالوقوف وبالوقعاد رجعوني الغادي وبالورقة هذه اعملوا بها حاجة أخرى بعد والله يقرقوا بنا باش خرجونا من الحبس هذه عام 89 عام 88 زاد شاركنا في اتخابات جسئية أنا ورشيد الشملي في ولاية المستير ضد عبلوهاب عبدالله ومعرش وناخر كيف نفس المكينة اللي تخدم مكينة رأي قاعد تخدم هذه من عام 56 ورد الجاي حتى جات الثورة عام 2004 المبادرة الديمقراطية اللي شاركوا فيها حزاب عديدة واللي ترشح فيها محمد علي الحلواني لأول مرة برئيسة الجمهورية ضد بن علي مش معاه مش سوري مش كما قال الرويسي الوالي هذا مهذب الرويسي المصيبة هذا فهذا كان مجرب في حق البلاد وفي حق الانتخابات ويتكلم بالصفة هذه اللي يقول معناها نكبروا بهم العرس يتحدث على الحزب الشيوعي بشيكبر هو به سيادته العرس الحزب الشيوعي موجود في الانتخابات وناظر من أجل الانتخابات الديمقراطية منول الدنيا إذن المكينة هذه اللي يحكي عليها هي اللي قاعدت تضرب في الانتخابات وفي مصداقية الانتخابات ولكن في نفس الوقت احنا كنا حارسين على المشاركة في جميع مراحل الانتخابات باش نوريه وقال لي يلزم النضال من أجل انتخابات حقيقية وعندها مصداقية في البلاد هذه عام 2004 إذن ترشح محمد علي الحلواني ضد الحزب الحاكم وكان قتلك نفس المكينة هي اللي تفدم منعوا البيان متاع محمد علي الحلواني مش يخرج وقعت مسيرة كبيرة هو العيش الهمامي يمكن حاضر كان هو موجود في المبادرة الديمقراطية من عرش عليه روح طوال تعليه الدنيا وكان موجودين معناه اليسار الكل نور الدين بالخذر اللي يرحمه كانوا عديد من المناظرين التقدمين واليساريين اللي كانوا مع المبادرة الديمقراطية وصارت مسيرة في وصل البلاد مشيت من من البساج حتى للصفار متاع فرنسا يقولوا فيها معناها ملت 99% ملت ديمقراطية وذي الشعار اللي كان يتز في ذلك الوقت كذلك سيبوا البيان لأنه البيان كان محجوز وترشحت أنا في القايمة التشريعية متاع رئيس قايمة في المستير زد كذلك عام 2004 ونلقاوا برشها مشاكل وتجاوزات واحنا يمكن من الحويجات اللي تعلمناهم لأن عالنا تجربة يمكن أكثر من غيرنا في الانتخابات فانو قدمنا وقتل يقولوا حتى للأخر شاركنا مش ناكلوا الضرب بركة في مراكز الفرز بعد مراكز الفزر وبعد الإعلان على الانتخابات نحبوا نعملوا مسيرة باش نحتجوا نتعطوا في الحبس ونزيدوا نعملوا زيدا شكاية لك المجلس الدستوري ما هو فما مجلس الدستوري ولا اللي نص عليه القانون ما هو متومة عملتوه القانون ولا ولا احنا عملناه أنا قاعدين نطبقوا فيه القانون ومتومة ما مقومش قاعدين نطبقوا فيه لحيث قدمنا تقارير إلى المجلس الدستوري وعن الرد بتاع المجلس الدستوري أنا عطيت نسخة منه للهيئة ونشوف نقرأوا الرد المجلس التسطوري معناها شيء كبير معناها فيه هو بدو إقرار بالتزييف أنا الشيء اللي صار لي كونه معناها كل الكلمة معنا الحق نقولوا كلمة في هذه التصوير صورتها أنا في وقتها الكلمة اللي كنت باش نلقيها في اللي ذاعة والتلزة وقتها في ذلك الوقت معناها جاءوا قريدها فماش حتى مشكلة فمزوز قوضان جاءوا فانتي بطبس راسوا هكا فانتي قالوا لا قلت له لباس ما والأمور كذا مشاهدت فريق للوقت إلى فقل إلى الصباح وفهم شيء ما فهم شيء مشاهدت عن روحي منه غدوة ما خرجتش مع الرحميس وقتها لفايدة لكلوتور ومبعد نجي نقرة في الرد منتاع المجلس الدستوري عشنوه نلقاه نلقاه بالنسبة للمطعن الأول هذير هي مقبولة من ناحية الشكل ومن ناحية الأصل جاوبوا عليه عدا المطعن الأول فيما يتعلق بالمثلة هذه بعد ما قالوا بكونوا استجوابنا رئيس المدير مش اسمه هون منتاع اللذاعة والتلفزة يقول أنا ما نجمتش نعديه لكلام هذير تو كان نقرأه لكم ما فيه شيء رو فيه كلام معقول ومتزن يحب على الديمقراطية ويحب على التعددية إلى آخره يقول معناها اللي كان هذية معناها خرجناه تو سيد مدير رذاعة والتلفزة يستجوب به يستجوب فيه المجلس المجلس الدستوري قالوا راه وإحنا إذا كان بش نبثوه نولي أنا مسؤول ونتعدى تحت طيلة القانون معناها خايف عن روحه هو هذا رئيس المدير العام ومن غير ما يثبت هو في الكلمة والمحتوى أنتع الكلمة قرر اللي هذا يجواب معقول وزيد عليه وحيث لا يحقه الحالة تلك للطاعني معناها العبد لله أن يتمسك بمخالفة أحكام الفصل 37 من المجلة الانتخابية لنص على الإذاعة والتلفزة إلى آخره خاصة وقد ثبت هو يقول وقد ثبت إذا سألتني أنت أو قتل هتوريني ثبت أنه امتنع وهذا كلم من المجلس الدستوري بكله بما فيه وقد ثبت أنه امتنع مبدئيا عن إدخال أي تغيير على مضمون الكلمة التي سجلها وهو ما يصير يصير المطعن حاريا بالرف لا تطلب مني أنا أزوز قضاء جايني يدققوا في روثهم حتى واحد ما قال لي يبدل حتى كلمة حاجة وحيدة اللي قالوا هالي قلت له صغاء ما هو قال لي لا لا بس وقال لي بربي سي جنيدي كان مطرش منع سوريا قلت له شباه السورية قال لي زرق وقلت له شباه شنون المشكلة هونت هكا سوريتك صفرها وقت لا بس سوريا صفرها قال لي لا مجيش السورية فرد لون هي والقايمة لأنه قايمة زرق مجيس سوريا زرق قلت له تحبني لبسح حمرة أنا السورية معقول تراني أنا لابس سوريا حمرة ما هو شباه يا ذا قلت له مش غير مسؤول لكلام ذا قال لي لا اتفقنا باش ما تقعش نفس اللو هذه الحاجة الوحيدة اللي قال هالي لا بدل بدل سوريا ما قال بدل سوريا قال بدل كلام كذب معنا هذه ملحواش حاجة الاخرى في الاجتماع العام اللي عملنا واستدعينا فيه محمد علي الحلواني بشلقي الخطاب في المستير لأنه حملة زادة رئاسية في نفس الوقت البيان متاعهم ممنوع وعملنا لا فتاة حطيناهم احنا في القاعة لا فتاة منهم محطوطا لا لا رئاسة مدل الحياة واحد اخرى لا للرشوة والمحسوبية يكلمني الولي سيمون در رفريجي اللي يذكر بالخير وهذه زادة من المكينة وعناصر المكينة اللي يقولون هذه رفريجية اللي يبقى مدل الحياة والتشغل الثانية اللي يبقى الرشوة المحسوبية قلت رفريجي غير قانوني كانت فوتوكوبيه من البيان من محمد علي الحلواني اللي فوق الطاول عملنا احنا تراميل اكزامبلير فوتوكوبي بيضاء غير قانوني وتحطوا على الطاولة هذوكم يزمك نحيهم قدونا هذوكم مش مصولة عليهم كان عندك شكون يجي نحيهم علي اللي يجي دونك البيانة من محمد علي قعد ممنوعة حتى نهارين قبل الوحدة عام 2009 زادة كيف كيف ما أنا شاركنا زادة في 2009 فهم البيان متاع أحمد إبراهيم اللي هو مرشح لرئاسة الجمهورية في المبادرة الثانية اللي عملناها المبادرة الثانية كان فيها الحزب العمل الوطني الديموقراطي والحزب الاشتراكي ومستقلين وكانت المرشح لرئاسة الجمهورية أحمد إبراهيم اللي قال سأنافسوا مرشح السلطة منافسة الندي للند تغشش بدعلي بدأ نحكي هذي وكان عمد القانون هو مناسب باش باش ترح الترشح متاع مصفى بن جعفر ومتاع نجيب الشابي ولكن ثم ثغرة قعدت هي أحمد إبراهيم وما يجريب ما يجريب كانت عندها الحق باش ترشح ونذكر لأحمد إبراهيم تلب منها قال إذا كان أنت عندك الإمكانية باش ترشح كانت تحب ترشح أحنا مستعدين باش نسندوك بوه هي ما ما حبتش لأنه قد لك القانون تعمل السير مزير باش ينحي نجيب الشابي دون قايمة هذه والترشح نتاع أحمد إبراهيم كان مصفى بن جعفر كان من المساندين الواحدة القائمة هذه أحمد إبراهيم لا حذرش في ما حذروه في التيراجسور ما يعملوا تيراجسور نهارش يتكلم في اللذاعة ولا في التلفزة ما حذروش جملة دون قرروا هما باش بنعلي يتكلم الأول ومبعد فلان حزب الثاني يمتحم هما اللي حبوه والو للأخير حسب الترتيب يمتحم هما الأولويات والبيانة هذي قعد ممنوع حتى الأخر وقت علاش ممنوع ما قالوا ناش علاش خطر شدوه في المطبع ما باش سيبوه بسا ذا كيف كيف سيب البيان علاش لأنه مكتوب فيه هو هو اسم القائمة هذي اسمها حركة التجديد المبادرة الديمقراطية سلاش المبادرة الديمقراطية لون حطينا هنا شعار حركة التجديد وهنا المبادرة الوطنية المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم في جنبها ومن بعد نهارين قبل ما يصيبوا البيان قالوا لنا احنا هذه منعناها لخاطر فما هالشعار الصغير هذي هذي فيه فيه المبادرة فما زاد كذلك عن الطريق الجديد اللي هي جريدة ما اتعرف بها موجودة قانونية عن النمر وذي 149 حجزوه في المطبع حقا فيه هنا خميس الشماري جبالة سوتنير لكونديداتور دحمد براهيم دونك منعوه ولينا عدد 150 اللي بعده فيه نفس الشي ما تكتب اللحمر كتبنا بالل لكهل نفس الشي ولكن شنو الشي اللي خلهم يمنعوا هذي ويخليوا لخ هو هذ لأنه خرجنا في هذه الاندات خرجنا التصوير أحمد وهذي ما فيه تصوير أحمد فما تصوير أخر هذي من الحيال اللي يخليه كانوا الإنسان ما فماش منافسة حقيقية ونزيهة وأنا كما قلت مانيش بش نطول عليكم ياسر لأن الكلام اللي تقل كل كما قلت على 81 نحي لم دياس حط حط الحزب الشيوع التونسي طلق نفس الشي زيد عليهم احنا شارك نقبل من 56 رد الجاي عدا الشي اللي حبيت نقول كون المعارك المتكررة من أجل انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة أنا نعتبر كون الثورة هذه من أهم مكاسب الثورة هذه هو الانتخابات لأن مفهم حال آخر إلا بانتخابات حرة وديمقراطية وشفافة وأنا نهار اللولانيا اللي مشيت نصوت عام 2011 رغم اللي عارفين كانوا الحضوذ مهاش كبيرة ولكن كان تأثر كبير ياسر لأن نعتبر هذا مكسب كبير بالنسبة البلاد والشباب يجب محافظ عليه وخاصة نحفظوه من المال الفاسد لأن الظاهرة هذه جديدة كانت موجودة حتى في المكينة الحزب الدستوري كانوا يعطيه الهدايا في العيد وفي رمضان والقفاف وكذا هذه رجعة التوى هذه ردوا بالنا منها لو كان نحب بالمجد انتخابات حقيقية ديمقراطية شفافة يلزم من بعد عليها المال الفاسد هذه تنبيه زادة كذلك للحكومة هذه ولهيئة العليا المستقلة للانتخابات رزمها لعاد فما ولاد لعاد فما لاوزير الداخلية لاسلطة تدخل في الأمور الانتخابات يلزم الهيئة العليا المتساقلة للانتخابات ترد بالها برشة من قضية الفلوس لأنه اليوم ولات الانتخابات فلوس وأكبر اختر على شفافية ومصدقية الانتخابات والشباب يلزم يشارك في الانتخابات هذا هو وشو قوله والمستقبل يبنيه هو ضيف من غير فساد وبكل حرية وديمقراطية حتى تعلو سيادة الشعب على كل الإرادات الأخرى وشكرا على الاهتمام مبارك شكرا سي جونيدي فضل سي منجل السلام عليكم أنا برشة منكم يعرفوني ولكن برشة من طوانسة ما يعرفونيش اسمي منجل لوس عضو المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري الديمقراطية التقدم السابقا وأيضا مدير تحرير صحيفة الموقف المعروفة وبعد عندي كلمة عليها صحيفة الموقف في البداية أود الموقف التوجه بالشكر الحار لهيئة الحقيقة والكرامة على إتاحة هذه الفرصة التاريخية نعرف بشكل لهذا واجب لكن نعرف صعوبة القيام بالواجب ونقول الموضوع متع الانتخابات في العهدين السابقين وبحر غرق إن شاء الله الواحد يسأل لك نعرف نعوم معنا الحقيقة هي أكثر من خمسين عام من تزييف إرادة شعب هي أكثر من خمسين عام من قمع والفهاد ومنع الفاعل السياسي التونسي ونعرف بكلنا يعني المجتمع التونسي يسخر بالتعدد والتنوع منع خمسين عام أو أكثر من منع الفاعلين السياسيين في تونس على المشاركة السياسية وعلى التمثيلية في الهيئات المنتخبة هذا هو التاريخ المر الحقيقة أنا مني صغير عشت مختلف أطور الانتخابات كنت شعر بالغبن انتبع الانتخابات الفرنسوية والانتخابات الأمريكية والوحد يحقى الروح ونقول هذا مش شعور منجلوس فقط هذا شعور أغلب التوانس معظم التوانس قال منين بش نبدأ الفنان نبتدي منين الحكاية وعلى ذكر الفن بكر اذكرها واحد من الأخوة كوستاجا براس في المزاد أنا نقول المثقفين والفنانين والمخرجين الاسيناريست قدامهم من دار معناها يخرجوا منه العجب هذا وانا نأكد بحكم تجربتي أن الأفات الكبيرة الأفات حشاكم السامة اللي نخرت وما زالت تنخر المجتمع والدولة التونسية اللي هوم الفساد والإرهاب والاستبداد الأفات هذه لا تعالج في التحليل الأخير إلا بالتعليم والتربية والثقافة لذلك توجه بنداء حار لمثقفي تونس باش يحطوا يدهم في العجب هذه باش نتكلم بنوع من التركيز على الانتخابات بوجهها التشريعية والرئاسية ومشي نركز على الانتخابات يعني الانتخابات تسعة وثمانين وانتخابات تسعة وتسعين وانتخابات الفين وتسعة لكن قبل ما نتكلم على تسعة وثمانين نحب نقول كلمة على انتخابات العهد البورجيبي قال السيطار بالخوجة سيطار بالخوجة ذا كان وزير الداخلي وقتم اعتقالي في ثلاثة وسبعين و عذبت حتى الموت لمدة ثلاثة أسابيع ليلة نهارا ومسلسل قدت معه من بعد ونقول لكم وصل الأمل الوحيد في حيات هو أن نموت تحت التعذيب وذي ربما مش موضوعنا الآن وتجي فرصة لتكلموا فيه ستار بالخوجة قهت ما عندي شحق عد الناس اللي عذبوني قهت تمام جي وطلبوا مني السماح يتبكا وأربع ولخمسة هم كلهم وفاهم القدر وأنا الحمد لله مزلت حي أرزق قدت ما لخص للموضوع في كلمة قال لي احنا كنا مرتاحين في عد بورجيب يعني لا انتخابات ولا تزوير ما كناش نزوره قال لي لو نزور حزب وحبنا نزور وما عليش نزور دونك حكاية لا يمساك ولا تصيب كل حكاها سي جيجا دي كله كلامه برا وحدهم يتقدم والانتخابات تتم قبل ما تبدأ ديكو يقع الأعلان على القائمات الحزب الوحيد والأوحد تتخط الزباح تبدأ الزباح قبل الانتخابات الاخر كله قال الاخر ذر الرماد على ويوم الشعب التونسي فايق والرأي العام العالمي الغاد من دونك ملخص الطور متع انتخابات 89 هي اول اول انتخابات في العهد الجديد عهد الجديد والبيان ولا رئاسة مدى الحياة ولا خلافة الانتخابات الملوخيان على الانتخابات منتا واحد وثمانين بورجيب واققا لا ارام معنى عنه انتخابات واحد وثمانين كان شوك بعد عندها لي كلمة سادة معناها شوك يا بوسكولي تسعة وثمانين اخذوا الدرس وقت اللي سحمد المستير يرفض السيغة امتا لا اتلاف لا اتلاف القائمات والقائمات الوطنية ما تفهموش على البيان اقولي سلب اخ كل واحد ينجم يقول شي حب انا اقول انا ذاك الفريق الحاكم سلق سلوك الاحتواء المزدوج لحركتين الديمقراطيين الاشتراكيين ولي حركة الاتجاه الاسلامي الانتخابات الانتخابات دارت في نطاق قانون ولا نظام الاقتراع بالاغلبية ما تغير شيء على قبل و احساس منيع ضد تشكيل القائمات ثم وهذا الاهم الغرض الامني الكشف على الارثار ونجيكم الحكاية من بعد يعني يوصل الامر انه ولد فيه مقاعد بيانات كما قال الاخ يجي في في بوزيد ولا في في المزونة واحده ويعرفه سيمون دي الفهم مشا يطلب في العلف قال له انت النهزة متاعك مهارضة برا المهارضة تعطيك العلف وقص على ذلك يعني حرمان منهجي من جميع الخدمات الاجتماعية لكل الذين وقعوا على التسكية وصلوا بيهم الامر في قائمة ابو زيد رئيس البلدي حط يده على على وراق التسكية باش يمنع سيلفهم باش يخدم القائمة في تسعة وثمانين الاستاذ احمد نجيب الشاب بترقس قائمة اريانا وكان عندهم مقر للقائمة يعملوا هكا بحرقوا المقر حرقوا لهم المقر ومعروفين اللي يحرقوا وفي نطاق الصراع الداخلي يقروا على واضح شيء استعرفوا وعن اعتراف مدون ما نحبش نذكر الاسماء انا اكثر من هذا في عملية فرز الاصوات واحد من واحد من اعضاء القائمة ومخرجوا طردوا اعضاء القائمة لكم واحد من اعضاء القائمة اصبق اصبق قاعد اشيعين وعنده صفة مراقبة بالقانون باعتباروا باعتباروا عظم القائمة اشيعين هزوا سندق الكل جابوا سكبوا بال وصبوهم فيه سكبوا بال هذك هو الصوت التونسي باقته شنين هذو ما اللي تكلموا فينا هكا على قرطوشة اللسان يعتذروا ويعترفوا وانا بامن هذك كم صوت التونسي سكبوا بال تشعر بالاحتقار لنفسك امن وقف قال له يا سيد كيفاش تعمل هكا تكون قال له قال له انا تابع القائمة رجل صفتي كذا وانا من احيق قانوني امرك حيطلوا للامن هذك كويب القوة شاهد ظلم عند ويلي لا الله عسا ويلي ويلي هريانا كيما الحيد تكلموا في حيد كيفاش قولوها هما انكرا بالنفل انكرا بالنفل ولا اكرا بالنفل امن هذي تسعة تسعة وثمانين اروه تسعين مر عليها مرور الكرام السفكة وقول انه في ثلاثة وتسعين واروه تسعين طبعا تم اقرار نظام الكتاع بالنسبة للمعارضة المعارضة المعارضة فاقدي السند السيستي معنا كتاع متاع عشرين في المئة وكتاع ستون دونة سيوم مختلف الاطوار متشكون يتعدى تعدى بالملف الامني متعدى حد مجرى الملف الامن واحنا انا ذاك الحزب الاشتراكي التقدمي تخنى في معركة ولينا مصنى في اندكسي كما تقوي صنفوا جماعة الارهاب ولا هو مثل كل حاجة في بلسطة خطر راح نكون نعملو في السياسة مش البدنية المدنية السلمية العزلاء امن اه اه ارفضنا الحل الامني في معلشة الملف الاسلامي وارفضنا الاستفاف مع منطق يا مع ايه ضدي وبرشا راه من ساقه من وقتها واحنا محل عقاب السبلاش نمر اذن العام الانتخابات تسعة وتسعين فيها ززميزات انتخابات تسعة وتسعين فيها اني هي اول انتخابات رئاسية تعددية امن وفيها وفيها ان السيس صادق شعبان لا يفكروا بفعل والله يفكروا بالخير هو صاحب ونحن لا نحمل حقدا على احد هم يعرف هم اللي كانوا عاملوا فينا بالاقصاء والحقب مش حقا هايات لي خلسي فلان هراو حانا الوقت بش مش تدخلوا وبيحكاع لكوغ غير بسكوغ انا روتساندو ترشح الرئيس ما هو وقتها الموضة العرب العراق ثم النفط مقابل الغذاء قلتوا شنية هذي بيها او شارية نفط مقابل الغذاء سكوغ ومن وقتها كل يد عرفة طغتها اه في الانتخابات هذيك الجمع الديمقراطي والحزب الاستراكي له الاستراكي التقدم وتطور برشا كما اي كيام اه معناها يتقدم في كل الدواء ولكن قائماته تعامل معاملة خاصة بالاسقاط بحالة شنون هنون هذا مش مسجل هذا يخنقوه بالضغوطات والترهيب وكذا بش يسعد ألخ 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 الاساليب الكل وقف عليها الأخو عام الفين واروازده نفس الاسلوب ونفس المنهج قدامنا 24 أسقطنا 7 خطر الكريتير وقت مش حكاية تصوات شي صنفك ويحكم هو شي طلعك من قايمة حسب الترتيب السياسي بين الظفرين الأمني إن انتخابات لا انتخابات انتخابات إذا انتخابات فهي انتخابات أمنية انسحبنا وقتا انسحبنا قبل يوم الاقتراع وإحنا ناس عقدنا العزم على المشاركة قولوا ايه تي بما أنك انت سيبليل ومشارك كيسا وثم برشة أخوة في اليسار وفي كذا يعطوا علينا احنا توخينا طريق واسلوب ومنهج الفضح من الداخل نحب ونكشف العملية الانتخابية حقيقتها من مصارنا من الداخل ونكشف قادر جهدنا للشعب التونسي هذا الطريق اللي توخيناه نمشي بسرعة إلى ألفين وتسعة وهي آخر انتخابات النظام السابق في البداية نعلمكم أنه تم اسطاد جل طائمة الحزب الديمقراطي التقدمي أنا ذاك مثال قايمة تونس واحد ترقصت هذا ما اسي منظر الفريجي قال الله يذكروا بخير أقول الله يذكروا بفعله وللعلم هذا أنا كنت في قيادة منظمة العام التونسي كان عندي في حلقة موس في خليل في حلقة مشينا وهنا نقدم القايمة في أخر وقت بس مكس فؤاس بس مضغطوش بس كذا إلى آخر إلى آخرين بس هنا ماضي ثلاثة حلق للاب وقت موسيقى كنت دخلنا سلام من لوطة استقبال وكلام موسيقى 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 ألا نعلم ما نعلم موسيقى يجببهوا لنا البلائي لإرغامنا على طلقي الحقن لإقاف موسيقى هذين يشدين باب خطانس هذين الحاجة قالوا يذوكم قائمة يستنعوا وعضاء قائمة. يا أخي وعضاء قائمة. ما هي العبارات هذه؟ هي من الآيار الثقيلة القائمة هذه. برس أسبر. ما عايز عيسام الشاب. الله يذكروا بخي. ما عايز عيسام الشاب. برمضي الثلاثة. الأربعة الخامسة. تقتلوا بيها طول. هم سدين علينا الصنصة. قلت لأخي حيا برشد الدروش. طلعنا للدروش. عارضنا معتمدد فرنة. ومعصوب كان قدموا بنا قضية. وطلعنا خرج سي منظر. بالبروتال. قلت له أنت يا منظر. تعمل فيها أنا منجي اللوز العمالة ذا. لا يا سيمون جاء يتفضل والكذاوت أو كذا. لا يا خيري. تقلب بعد الدولاب. هاي؟ ما رنا معي الفريق متاهي. معناها قايمة بوثمانيا هي. ليه فورميولير اللي عندهم؟ الفورميولير مهيس كان أربع. ما رصدتي نعمر في الدول فورميولير أنا. تتصوروش أنا جبت أربع برك. ويقبل عليها سيمونجر الفريجي. القايم. والعوان متاعه. هاي تمامنا. ما عملت عمرت ليدوي فورميولير وخرجت. ما نقول في وقت تسليم الوسط للوقتي. سقطت القائمة. تسقط لقويم هي. بهمني. معاش قائمات. قويم. بهمني. سقطت القائمة. ليس؟ قال ما جيبكي نروع. معزب. يا راستان ما قتلك سقطونا جل القائمات. ولينا واحد داخل واحد خارج على. مجلس الدستوري. على مجلس دستوري. على كامل احترامي للقضاء. نشعر بالإيانة. وصحابي القضاء. وقداش مشينا مع بعضنا. في الكفاح. خاصة نمتع القاضيات. الباسلات. أما. هذوكم. كل. كل واحد متاع الكنائس. ما نحبش نقول كلمة. مجلس دستوري. ها. 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 كما. كما تخلوش. ها. 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 سريعة. على. الانتخابات. وربي. خلين نقول لكم كلمة برقية برقية. ساعة البيان الانتخابي متاع الفين و تسعة. رفضونا البيان الانتخابي وهو لا لا شسموا لديها القانون يرزقوا فيها لديها القانون رفضونا البيان الانتخابي عليه ومشي وقت الساعة مرشيد اخشانا يتفاوضوا مع الدائرة السياسية لوزارة الداخلي يتفاوضوا على البيان الانتخاب عشنو يتفاوض احنا بيان 2009 شمينا قرص من احداث الحوض المنجمي شمينا البلاد ماشي في يانباس قلنا التمييز الجهوي قلنا مش معقول الجهات الساحلية تتمتع بالتسعين في المئة وسمع الرقام مش من عندنا من معهد الاحصاء المعهد الوطني للاحصاء تسعين في المئة من الاستثمارات للشريط الساحلي وعشرة في المئة للجهات الداخلية البلاد على استرشقت على الموضوع هذا وقلنا ايضا مش معقول شباب تونس يموت في قوارب الموت يموت في قوارب الموت يموت في قوارب الموت يموت في قوارب الموت هراءوا يصدر صدرنا عفو على البيانة متاعك الجهو الزو تجمو الزو بما فيه كما هو اللي داولا سيها يصام الشاب يصير شيدخشانا يسجلوا كلمات في الطرف وما يعدهمش سير شيدخشانا الخاطر قال أنا أتحدى أن يجي أي وزير من وزراء بن علي في مناظرة الفزية وسيها يصام الشاب يأخذت لكلمة تضمن صحوة أنا قطعت عملت يحكي يحكي مبكري على القاضي يشقل الجنيدي اسمها نعرف التعذيب راه تعذيب النفس قضاة هذوق أم عملت في الأخر قطة برب يسحب يخذ اكتبها أنت قطعتها الورقة انتقالك على السورية وأنا قط لخوذ اكتبانتي الورقة وبعد رخ وتعدات الكلمة معناها هذه انتخابات رسول الله كل ما قلت على الانتخابات الرئاسية نمره يعني حكاية القائمات البيانات الانتخابة والحملة ما نحكي لكم مش حكاية والأخوان يعطي قاعة نائعة وخلي سنتير قدامها أمن وميليشيا لمنع الحضور أمن الفرز الفرز واحد من المعتمدين القويت أعطاه تعليمات أمن القائمة الصفرة ملغاة هذا عام 2004 نحيوها الدور تلقاه فروسي دون ليه دون ليه دون ليه كسفوا بال نحيوها رهي ملغاة الطعون أو قلت لكم مع المجلس المراقبة كل ما عن المراقبة المراقبة كل خمس سنين عندنا سي موسيو سوغان نحن قرينا نتذكر ريسيتاسيون اسمه لشيفر دون موسيو سوغان يقولت أنا موسيو سوغان هذا يجي لتونس مين المعزة متعب بعد أملت هك يتونس يجي أحلبها تونس لتي سيو تغضق عليه أموال المجموعة الوطنية مش يعطي شنيش هذا متشرف حتى يلي فرنسي ما تشرفش حتى فرنساوي يعطي شيد تزور على انتخابات زيف وتزوير ما تكلموش على فارقة هذوكم عظم منهم يجيب من جماعة الأنظمة فمن عمل مرصد وطني المراقبة رأسه عميد المحامين كامل الاحترام للمحامين سابلوهاب البيت دار على الحزاب على بعض الحزاب مزينيز هنا في طنبك الماركة مع منظر الفريزي نطلب فيه ونعود ولا حيات لما تنادي أردتوا في الشارع قطلوا سابلوهاب ربي اش عين قال لي عينتا نمسك طولكم قائماتكم يقول له هذك سابون اتباع كنتان كار ثم التقرير قطل وين التقرير قال لي التقرير لي صاحب الأمر الرأي العامي عنده حق بش يطلع يزيب تم الرابطة التونسية قامت ببعض الجود مشكورة في مختار الطريف واعذاب همن في انتخابة الفين ورع في انتخابة الفين التسعة همن موضوع الانتخابات الرئاسية وهذا دا تونس الأكبر دا تونس العضال هو النظام الرئاسوي وفي النظام الرئاسوي وعليش رئاسوي هو خاطر الرئاسة مدى الحياة ومسايب الكرسي إلا سينيل شيخ الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية دا تونس في العهدين جاء بشار نقال الله كذا في الولاية في الولاية الثالفة في الولاية الثالفة تفتح هكا كيم عمل في البرامان اللي هو كاسدو ريزو الناص بتحكية فارغة هم كيم عمل في البرامان حاب يعمل هكا جرعة قطرة قطرة في الرئاسي أشقال الانتخابات هذه يسمحهم للأمناء العامين للأحزاب البرلمانية اللي عينهم هو اللي راذ عليهم هو الأحزاب البرلمانية معناها هو يترسح ويختار من ينافسه شكوه النافس سيمحان بحاجة عمر وسعد الرحمن التليلي في الجولة الأولى الاستثناء والاستهداف واضح هو الديمقراطة التقدم ونجيب الشاب عفوا 2004 يعمل استفتاء هذا اللي قال لا رئاسة مدى الحياة يعمل استفتاء 26 مايو 2002 النسب المشاركة ونسب الموافقة مخك يقف به ينحي ثقف السن من 75 يهبتوا يطلقوا الـ 75 ويلغي تحديد عدد الولايات ويسمح خليم الاستفتاء ويعمل قانون جتابل كما كل مرة قانون تالف قانون موقع فالفين واربع عملا نطج طابل اسمح فيه لأعضاء المكاتب لجانب الومانية العامين تعالى الحزاب برلمانية إلى أعضاء أعضاء المكاتب السياسية للترشح هذا ما ممكن سي محمد موسيعة أنا ذاك ميناء الترشح وطبعا ديما استثناء البي دي بي الجمهوري لاحقا والمرشح بطنسيال متاعه نجيب الشام 2009 قال وقت العياش ظهر لي كان ما زال أنا ولا قال عامل تار يوم قصر معناها اللعب بالدستور وبالقوانين طانون تالف جديد يسمح بالترشح للأمناء العامين للأحزاب غير البرلمانية المرة هذه وصع في الحرية ولكن ألغى حق الترشح على أعضاء المكاتب السياسية وقتها في الاثنان سي نزيب الشاب سلم مقاليد الواحد لي ما يجري معناتها على القياس الثالث أحنا يعني الأطوار هذه بكل كانت مشفوعة ومحاطة بحملات متعملات الحزب الديموقراطي التقدم والجمهوري لاحقا 2007 سميناه قتلك من منجمة أطلقنا حملة وطنية تحت شعار حريات حريات لا رئاسة مدى الحياة ثم في ألفين وتسعة أطلقنا حملة خضنا حملة لا للتمديد ولا للطوريس وقتها في الاثنان رانا مننا سمنتاس أكتوبر والضرابة المفيد يعني لو خيان امتعنا ذا قالوا رانا من نزمو سمسيو معكم في السعار حبيت نقول كلمة فقط على أنه راول القوانين الانتخابين مهما تثوق إذا كان ثم مناخ تحرري تشم تقع اختراقات بدليل في واحد وثمانين ثم نوع من الكليرسي انقشاع في تسعة وثمانين ثم نوع من الانقشاع أيضا دونك سعبير مي خضاد أنا نقول في الأخير يعني المناخ شنو حياد الإدارة حرية العلام وحرية التنظم باش نقول ناخد كلمة متاعه هو وزير الداخلية السابق على حياد الإدارة أبلغ كلام على حياد الإدارة واللي قالوا تسد رزق يعني مقفولة قفلة وما تغير ش الأمر من وقت حتى البعد كل ما على حرية العلامة احنا في الموقف مدير صحيحة الموقف تعالق بينا 14 قضية 12 قضية سبع قضايا متاع الزيت ينعرهم سرشيد اخجان عمل نقل خبر على جريد الجزائرية قرروا في تونس ربما ثم سبسونتا زيت فاسد وطابط تطام مع العام سبع قضايا بخلاف خمسة قضايا أخرى اضطرين الموقف هذه صدقوني الدراغ بلو توليري كجارة الموت وشكوني اخو الموقف وبالظاهرها في احداث احداث المنجمي وصلوا يشريوا العدد كامل اقتضروا في 10 الاف شرقوا هالكل باش مايتو هالذعش مهم وصلنا عملتا نوسي شيدك شان على المضايقات وخنق اضرب جوع على المقرات ايضا نجيب ومية عملوا اضرب جوع على المقر المركز اللي هو راه الولاية صدقوني راهو نعملوا نعملوا اجتماعا باربعين واحد نلقا 151 لوطة وقال ارتروس وراو سمى الجاس مفلوق وراو سمى الصناد وسمى هذيك وسمى هذيك نعملوا كلمة الختام نقول انا اذا السياسة فان الممكن وذا سعيها فان السياسة هي خاصة جعل ما هو ضروري ممكن قال جاوري راندر سكيا نسسار بوسيب ونقول ثم والثورة التونسية مجالش من عدم ثم رجال ولثاء في تونس كابدوا الويلات كابدوا الويلات لجعل ما هو ضروري ممكن و الممكن شنو هي الثورة التونسية هي القذاع على نظام الاستبداد هي وهنا نحب نقول لك تونسا الكل انا مؤمن بذكاء تونسا وانا ايضا يعني مش مبهور يعني زثل ذكاء النخبة التونسية تون تونس كنفون دي نقول انه لو لاززوز ما طيات هذه يراه كان وضعنا غير وضعنا الان ورغم المصعب اللي مر بها الانتقال الديمقراطي في تونس وبكلكم تعرفوها الا انه تونس يقلب بعضه مسلكتها بفضل ذكاء شعبا وبفضل يعني نضج نخبة متاحة وطوقها الى التسويات نقول لشباب تونس هراه وتونس امانة في ديكم الان احنا المستقبل الان نحكي عن الروح وراه تونس امانة في ديكم ونقول انه تونس التمنزي الان معناها عملوها كل الحقنة كما عملوها ضد الافات تونس قادة تعمل في خطوات جبارة وهذا معناها مهمة شباب تونس المستقبل وشكرا وبرك الله وفيكم مرة اخرى عنا سيخليل الزاوية بش يعطينا شهادة على بش ناخد المرحلة الاخرى الفين وتسعة سيخليل هكباه من التكتل حزب التكتل معروف تفضل سيخليل شكرا نشكر الحقيقة والكرامة على الحصة هذه وعلى الدعوة بش نضي بتجربة التكتل في من خص الانتخابات تكتل اخذ تأشير متاعه سنة 2002 ومنذ سنة 2002 نجب نقول أنه حزب قانوني غير معترف به عنده تأشيرة لكن مش معترف به لا يتعدل في التلفزة لا يقع تغطية نشاطه مع من جريدة كان بعركة كبيرة في وزارة الداخلية وفي الولاية وفي سنة 2002 بعد الاستفتاء في منحة متعان فتاح سلطة التأشيرة للتكتل اللي بيّن خطه من الندوة الصحفية الأولى في الدفاع على الحقوق والحريات وعلى دولة القانون والمؤسسات ومنهزته للرئاسة مدى الحياة فكانت الأمور واضحة وبما أنه في 2002 وقع استفتاء وتغيير للدستور ونجم ونقول انقلاب حتى على بيان 7 نوفمبر في 2004 قررنا عدم المشاركة والدعوة للمقاطعة ثم نحصرت الحياة السياسية والحصار كان كبير معناها بالخصوص بعد حركة 18 أكتوبر وبعد ما شهدته الوضعيات في عديد مجالات المحامين وضعية المحامين والقضاة وضعية الرابط التنسي لدفاع الحوض المنجمي أصبحت الأحزاب السياسية القانونية حتى المقارات تنتهي حالا واخر مياه 2009 وقلنا نشاركه في الانتخابات التشريعية وحتى الرئاسية فمعناها فهمنا المنظومة القانونية ساعة المنظومة القانونية مجعولة لأنه السلطة الإدارية تتجاوز تجاوز لكل شيء عندما تودع المطلب الترشح للقايمة ما يعطيوكش توسيل على الورقة التي يعطيتها تتكلم سليمونجي مقبليكا كيفاش قالولو فهم أربع اسم فقط لأنه يعطيك ورقة يقولك اخذينا توسيل بتاعك فقط ثم يقع رفض القايمة حزب الدكاتل قدم عشرين قايمة على السبع وعشرين دائرة قدمنا بعشرين قايمة ومنهم أحدشين قايمة يرأسوها أعضاء المكتب السياسي طيحونا سبعتاش نقايم خلاهو كان ثلاثة في جهات اللي مفياش حرك لأنه واضح أنه منذ الفين واثنين بن علي يخذي قرار بشأنه تقع انتخابات بدون حملة انتخابية وعديد القوائم من الأحزاب المؤلفة قلوبهم ما كانوا يقوموا بحملة انتخابية يخرجوا بيان ويعلقوا تصويرا على العيد وتتعدى لا يعمل اتصال بالمواطنين يعمل لا يعمل أمورهم مضمونة لأن الأمور تتعدى من وزارة الداخلية الملف الأمني كما قال سلمون جلوز ورئاسة الجمهورية هذاك لا يتعدى هذاك لا يتعدى والذي يتغشوا عليه عام من نجم ونحيوه كما وقع محام حرب يتغشوا عليه عام ينحوه يعني رئيس الحزب تنحو يتعدى في وحود أخرين يعني المنظومة كانت مجعولة مثلا وهنا نحن نحكي على سيمون ذر الفريجي الذي اليوم حكنا عليه برشا ومعناها لأنه رمز من الرموز الفساد السياسي والذي لم يسمعناها هو مخبأ رأسه وهو معناها من الناس لحقهم يقدموا معتظاراتهم ويأتي القائمة ويأتيكم البطاقة الناخبة هذه أنا مع العلم أني أول مرة سجلت في قائمة انتخابية سنة 2009 وكنت نعمل أنه فيما انتخابات في تونس ممكنة حتى 1989 عام 1981 ما يمكن يمكن نكون ناخب أما بقية الانتخابات الحقيقة ما كنت نعمل برشا بمصدقية الانتخابات في 2009 في إطار المعركة بتاعنا سجلت أول مرة فيعتيك أرقام ويأتي رقمين يقول لك بعد عمرت الاستمارة فما رقم نسيت وبتبعت الحال لديك حتى دليل تقول أنت كتبت الرقم أنت كتبت الرقم هذه البطاقة أنت كتبت الرقم ويقول لها لم كتبت وفي تبيعة الحال المجلس الدستوري يجب نذكروه لكي تعرف كون العباد يأتي ويعطيك تعليل وعنا الوثائق نمت بهم الهيئة بأن معناها الهيئة فزوز رقم ترونهم فما رقم ورقم وتفهم شنو نجم نقرأ لكم راني أنا بدي نسيت فما الشي ساعة هي ضحك شوية لكن تأسف برشا العدد الردبي بالقائمة الانتخابية 629 ومكتب التصويت العدد مع مكتب التصويت 7108 شو مدخ عدد مكتب التصويت في القائمة الانتخابية في الترشح بما أنه يكفي أنك تعطي بطاقة التعريف وتعطي نسخة من البطاقة هذه ويجب تتقبل معناها ويجب تتبيع الحال تضع اسمك واسم جدك ومك كذلك لتتجم تكون القائمة معناها مستوفة الشروط وهذه كلها مجعولة لاختيار وانتقاء من سيترشح قررنا بش نشارك فتم أسقاط الأسقاط وقع أما بتعلات واهية كما هذين وناسي منذ الفريجية إلى بطولو ركور وسيع عبدالناظر وإلا بالضغط على بعض المترشحين وعننا القائمة ترجم جندوبا التي ترأسها السعيد المشيشي يقع الضغط على أحد المترشحين ويقع الضغط عليه بفضل أكل إعانات هذنك ولا عنده مصالح يقول لأنا بش نعمل لك ولا أولاد وكذا وفي الأخر يمشي يسحب الترجح خلصة بش ما ما نقاش الوقت رئيس القائمة بش يعود وفي آخر الوقت يقول ورا القائمة بتاعك فما هو يسحب ترجح قائمة بتاعك وإلا ساعات ضغوطات أخرى وهنا نذكر اسم آخر عن القائمة بتاع الترجح فيها عضو فيها سيم محمد صالح ريحان هو الله يرحم متوفى أما كان معروف في ضحية المرسى بأنه رياضي ويلعب في اللوت وكان في القائمة بتاعنا وقع ضغوطات عليه من طاقم التسيري لفريق المرسى وبالخصوص السيد منتصر المحرزي اللي هو سهر بن معناها صحيح وقعدة القائمة فتم إسقاطها بتعلية الرقم هذية للناقص وهذية معناها واضح اللي احنا ما كانش عنا معناها ولو نحلم وانو بش نتلعو في البرلمان والمش هذية الهدف الهدف هو أن تقوم بحملة انتخابية تتصل بالمواطن تدافع القضايا يسمع المواطنين خطاب آخر أعطاء معناها على الأقل معناها هكا شوية أمل التوانسة بأنه ثم ناس لتنجم تكلم بلوغة رسينة بلوغة دافعة لما طلبهم بلوغة واضحة ومش خطاب التملق للسلطة لأنه فما المؤلفة قلوبهم كانوا بتبعة الحال يدافع على النظام ويدافع على بن علي يقول احنا من المعارضة والمعارضة البناء ومش المعارضة البرناء وإنما المعارضة الهدامة التي تعطي صورة سيئة للانتخابات وبالخصوص أن المنظومة الانتخابية عاملها الكتاة هذية اللي هو معناها يعطي صورة أنه قائمة تجيب عدد قليل من الأصوات وتقع عندها النواب وهذه موش احترام لتصويت الناخبين كان بالمجد القائمة هذيك جابت العدد هذيك وبالتبيعة الحال تذكروا بعديد الانتخابات اللي نقعوا نتائج غريبة كما عام تطوين صوت 100% معناها معروفة تطوين صوت 100% لمرض واحد غاب لواحد عنده خدمة لواحد معناها الناس كل صوت الناس كل موجودة ومعناها الدرجة أنه التزوير وصل أنه ما نعرفوش الأرقام الحقيقية للمشاركة لأنه مستوى التزوير السيد المعتمد الأول عنده الأرقام والمعتمدين الأخرين عندهم الأرقام لأن الدولة تعرف ما هو الرقم الحقيقي لكن بعد ابتداء من 2004 أصبح التزوير حتى على المستوى المعتمدين لأنه المعتمد الذي يجيب انتجة سيئة يقع معاقبته فبالتالي يزور والشعب كانت تزور ويقع التزوير بالطريقة معناها الفجرة معناها غير مقبولة هذه معناها وقعنا في 2009 وفم الجانب الآخر هو جانب الانتخابات الرئاسية جانب الانتخابات الرئاسية يعني بن علي بن علي من عرش قدش مرة يحور الدستور في الفترة متاعه لكن حتى بعد 2002 عد كل مرة يحاول الدستور للانتخابات الرئاسية معناها ردوا شلقة وفي 2009 قال لأمناع العامين اللي عندهم فترة متاع سنتين نجم يترشحوا فقلنا لماذا هو ترشح نضالي ما هوش ترشح لأنه يقع عن تخابه رئاس جمهورية وإنما لتبليغ صوت آخر فتم تقدم مصطفى بن جعفر الترشح متاعه وقدم الترشح متاعه لمجلس الدستوري كان قبول عادي معناها قبول عادي بروتوكولي بالموعد لحقيقة واستقبال محترم معناها من سي عبد الناظر ونذكر مدام الأسمان ونذكر مدام فايزل كافي حاليا قيادية في حزب حاكم وسي جريبي وزير العدل الحالي كان عضو في المجلس الدستوري ومتاع حال قبل المطلب وفي قبول المطلب ثم خمس الاف دينار ودكتور بلجعفر صبل الاف دينار ثم بدبيعة الحال ثم تأويل وقع للنص القانوني على أنه ما عندوش سنتين المؤتمر المؤتمر عمناه في مايو والانتخابات في نوفمبر ما عندوش سنتين فالذلك تم رفض المطلب وعملنا معناها مطلب لمراجعة القرار فتم رفض كذلك وبتبيعة الحال الساعة يأسف ويضحك ومعناها ساعات تضحك وساعات تأسف الدكتور بن جعفر قدم مطلب الاسترجاع ال5000 دينار لأنه يعطي الـ 5500 دينار فجاوبوه بكل بساطة معناها قالوا أنت لم تأتي 3% من رجع لك ال5000 دينار هو لم يشارك بالانتخابات يعني إلى يومن هذا لم يقع استرجاع الخمس يعني معناها ثم تشفي وذلك لماذا لماذا لقى هذه الكل لأن الكلمة التي لقى ها بعد تقديم الترشح من جملة مقال قال تونس لا يوجد حاجة إلى منقض وبن عليه يعتبر ووقعت محاصرة الحزب معناها بشكل رهيب بعد الانتخابات هذه التي شاهدنا للأسف الفرص الضائعة وزيد معناها المسرحية تصبح مسرحية سيئة الإخراج كما تأتي الهيئة المراقبة الانتخابات موسيو سوغان ولا جينا سيعاب الوهاي بالباهي ولا جينا مادام فاطمة كراي الصحفية في جريد الشروق وكانت تحب تقنعنا المراقبة كانت جيدة وراء الانتخابات شفافة وراء الانتخابات عندها مصدقية هذا مقال كلهم أشياء عشناهم بكل مرارة لأنه نعرف الشعب التونسي معناها مستوى متاع ومش متاع تزييف انتخابات بالشكل هدايا ومعناها تزييف إرادة الناخب وعدم احترام إرادة الناخب هذه معناها أوضاع اللي عشناها بكل مرارة الفرق الكبير معناها ما بين فترة برقيبة وفترة بن علي هو أنه في فترة بن علي أعمال مسرحية قانونية في فترة برقيبة تم قائمة من ترشح وقها ووقع تجرب عام واحد وثبانين وتم إزاحتها والمواطن يحس شروحه مهان لكن في فترة بن علي تم الإهانة الإهانة للمواطن الإهانة للأحزاب المعارضة الإهانة للأحزاب المؤلفة قلوبهم لأنهم يستعطفوا السلطة ويستعطفوا وزارة داخلية بشي ياخذوا معناها مقعد في مجلس النواب هذا هو اللي عشناه وأنه معناها الغباء السياسي لمنظومة الحكم في فترة بن علي خلات أنهم يصلوا عملية الانغلاق هذه تأدي إلى ثورة برقيبة كان يعرف يحل السباب شوي بن علي ما يعرف كان يغلق والانغلاق هذا هو اللي معناها كيم يقوله كلاله راسو معناها والثورة جاد لأنه الانغلاق هذا ما ممكنش حتى الأصوات البسيطة بأزمة اجتماعية وأزمة اقتصادية انتلاق من الحوض المنجمي أدت إلى ثورة وأدت إلى سقوط نظام يعتبر نظام قوي سياسيا وأمنيا واقتصاديا ودوليا لكن سقط بسرعة لأنه مقدرش قد مسكن الكوكوت الكوكوت هذه كترشقت في وجهه ومشي هو وجهه ونتمنى أنها ذهاب بدون عودة مش للشخص أو الأشخاص وإنما للمنظومة ونحب في الخاتمة أنا منشف نطوى البرشا نقول للي نطوى في فترة ما قبل الانتخابات بلدية ونقولها بصراحة معناها الفعالين السياسيين اليوم لكل متقلقين من الانتخابات هذه لماذا متقلقين لأن الجو العام والمناخ العام والمناخ تنظيم الانتخابات يمكن يؤدي إلى الانتخابات عندها صدقية ضعيفة الصدقية متاحة المصدقية متاحة تكون ضعيفة وانتكاسة الانتخابات راهي كارثة على تونس كارثة على المسار الديمقراطي كارثة على الانتقال الديمقراطي الذي نعيش فيه وهذا خوفنا من هذا فأنا في الخاتمة أدعو كل المددخلين السياسيين وبالخصوص الحاكمين حاليا إلى أخذ بعن اعتبار المعطى هذا الأساسي وأنه فشل الانتخابات القادمة سوف يؤدي إلى نوعا ما من الانغلاق وأن الديمقراطية متاعنا الناشئة تصبح الديمقراطية كورومبي فاسدة كما شفناها بالمال الفاسد في الانتخابات 2014 وتكون معناها الشعب يبتعد عندها وتكون معناها التربة السانحة للأطراف الهدامة ونعرفوها شنين الأطراف الهدامة بشتعطي حل الشباب التونسي اللي اليوم في وضع معناها عزوف على الشأن العام والطبقة السياسية لكلها سواء كانت الأعزاب أو المجتمع المدني عندها مسئولية كبيرة في الشيء هذي وشكرا نسمعه سي عمار سيد نايب الرئيس بشي قدم سي عمار سي عمار السوفي هو عضو في اتحاد الكتاب التونسيين وهو باحث في التاريخ المعاصر وقال لفتاث كتب منها عواصف الاستقلال رؤية حول خلاف اليوسفي البرجيبي وهو كانوا مما مضطهد والاضطهاد اضطره بش يكون مع التجمع بش يقدر يمنع الخبز اللي كانت مهدمتاهم وبالمناسبة شارك في رئاس بكاتب التصويت وحاضر بالمعاينة اشكان يعملوا بشي دالسويت فضل بسم الله الرحمن الرحيم ابدأوا بالترحم على شهداء الوطن عبر جميع الاجيال وجميع المحطات التاريخية من الاستقلال الى يومين هذا وتحية شكر لجرح الثورة وشفدائها اللي هما لو لاهم لما كنا في هذا المجلس ولما استطعنا ان نقدم شهادات تعطي الواقع المر لعشات تونس واللي نأمل انه معاش يرجع على التونسيين عمر السوفي هو شخص بسيط من عائلة فقيرة في الجنوب التونسي كد بش يوصل لي ولي معلم بش يخدم عليك العائلة هذه وفي خضم اني نوصل الى التوظيف وكونت من الشباب اللي ربما ما هيش راضية على الاوضاع الموجودة في بلادها فتعرضت الى الهرس له والهرس لهذه تمثلت في ثمانية ايقافات ما بين واحدة وثمانين الى الفين الى خمس وتسعين معناه في المدة هذه تقريب اربع تشن سنة تعرضت فيهم ثمانية مرات للإيقاف ولكن من فضل الله ما دخلتش للسجن كل وين يهزوني ويوقفوني يبحثوني نقعد نهار في الإيقاف اقصح حد هو نهار ما تعدتش نهار ونرجع ونخرج شعر ملعزين والحمد لله كنت ربما مراوغ مراوغ ماهر اللي ما تورطتش معناها رغم انه معناها في بحث من البحوث يحصيلك حتى الناس اللي سلمت عليهم يوم العيد يوم العيد رك سلمت على فلان وفلان وفلان والضغوطات هذه تجاوزت شخصي لتمتد إلى عائلتي واحد من الأخيان قبيلة قال أنا نعشتك نخبة المعارضة أنا والدتي الله يرحمها والدي تقدمه للحج في أواصة الثمانينات بمطلب تعرفوا أن الزوج والزوجة يعملوا مطلب موحد في إما يتقبلوا مع بعضهم وإلا يرتفظوا مع بعضهم ولكن والدتي لما شاهدته وعينته من هرسلة وقعت علي وخاصة في موعد زفافي أنا في موعد زفافي نبحث عند الأمن بتهم اتهز للمشنقة أنا حتى الناس اللي استدعيتهم جايين للتخطيط لقلب نظام الحكم نظراً أن أمي تعاطفت معاي وكرهت النظام الحاكم للهرس للي واقع عليه يقع معناها استثناها من القائمة يقبل بوي ونقمة تنفاهية لأنها اختارت ورقة المعارض الورقة الخضرة وثم شكونوا شابها من النساء لمشو معاها معناها تستثنى من الحج وتصور أنت امرأة أمية معناها يمكن أمنيتها القصوى أنها تزور بيت الله فتجد نفسها مستثنات بينما زوجها مقبول والحمد لله أن تونس كيف ما فيها ثم ناس تضرك سوى في مواقع في مواقع الحزب وإلا في مواقع الداخلية ثم ناس تسعى لك بيش تضرك وبيش تلحق بيك الشر هناك ناس خرين أيضا معناها ينجموا يدافع عليك وينجموا يخرجوك من المحنة وامي في تلك السنة استطعت بفضل الله وب وساطة إنسان قريت له ولده يخدم في الداخلية أني بعثتها للحج لكن ما هيش معبوز ابو يمشى في البعثة الأولى من جربة وامي مشات في البعثة الأخيرة من تونس وهذا مفضل الله وبيش منعموش لأن التعميم خاطئ ما نقولوش أن الناس الكلها كانت خيرة أو أن الناس الكلها كانت شريرة فرغم في مواقع السلطة واليوم هذا يواجب علي أني ليريت أني نكون شهد عليها أمام الله وأمام التاريخ وأمام الوطن لكي لا يتكرر على الأجيال القادمة من أبنائنا ومن أحسادنا كيف كيف كانت تتم معناها العملية الوصول بالنسبة بالنسبة للانتخابات الأربعة تسعات تسع وتسعين فاصل تسع وتسعين وحيانا نهبطوها لثمانية فاصل ثمانية وتسعين ولا سبعة وتسعين كيف توصل لرقام هذه أول إجراء سيعمار سيعمار التوى ما قلنا أنت كنت رئيس مكتب فيه باردو أنا معناها جاني العمدة بعد جاني العمدة وطلب مني أني معناها نعاون في مكاتب الاقتراع فقلت أن هذه فرصة لي ونولي معناها في المحطة الأولى أربعة وتسعين كنت مساعد رئيس المكتب وفي تسع وتسعين رئيس مكتب اقتراع وفي ألفين وربعة رئيس مكتب اقتراع في في أربعة وتسعين لاحظت أن بداية التزوير تقعوا بتوزيع بطاقات النخ فلا يوزعون كل البطاقات ثم نسبة من البطاقات يوزعوهم على الناس اللي هم عندهم فيهم ثيقة أنهم بشين تقبل حزب الحاكم بينما نسبة كبيرة يحتفظوا بها العمد وعضاء الشعب ورؤساء الشعب وتقعد عندهم ومن بعد يستعملوها نخبين في عوض النخبين الحقيقيين لتلك البطاقات وهذه بداية التزوير وأغلبية التزوير يقع بالطريقة هذه أنا ناس تنتخب وتاخذ إيرادة ناس خري ثم ثم تجي تعليمات في عملية الفرز قبل عملية الفرز عندي ملاحظة هامة جدا هي الدخول إلى الخلوة إجباري هذه تلقاه في كل مكتب اختراع الدخول إلى الخلوة إجباري وهي مصيدة هكا الدخول للخلوة بالنسبة لهم هما مصيدة يتصيدوا بهم الناس اللي هما يعتبروهم معارضين كل إنسان يدخل للخلوة لأنه الإنسان اللي يعرفوه بيش ياخذ الورقة ياخذ ورقة التجمع مباشرة ويحطها قدامهم معناها أمام الملاء في الظرف ويضعها في الصندوق اللي يدخل للخلوة ذكره معارض ويسجلوا اسمه بالنسبة للمراقبة متع الحزب الحاكم يسجلوا ويسموا وهذاك يحرم من القروض يحرم من المنح يحرم من الإعانات ويحرم من الشغل وغير ذلك معناها فالدخول إلى الخلوة هو عبارة عن مصيدة للمعارضين الحاجة الثانية عند هو في خلال المحطات الثلاثة التي عينتها غياب كل للمراقبين للمعارضة معناها الحزب يلعب في مكاتب الاقتراع وحد ومنفرد ما تماش معارضة من الباب يستفزوهم ويعملونهم مشاكل ويمشوا من غادي ما يدخلوش للمركز تماما معناها خلال ثلاث محطات الانتخابية التي عايشتها لم أرى مراقبا للمعارضة بتاتا ففي عملية الفرز المراقبة غير موجود مش موجود تجيك تعليمات يقولون لك معناها البطاقات اللي تلقاهم في الصندوق معناها من ألوان غير ألوان الحزب الحاكم عوضهم ما تخليليش حتى شيء بشيوص لك النسبة متاع تسع وتسعين فاصل تسع وتسعين بالطريقة هذية شكون اللي يقول سي عمار هذية تعليمات يجيبوها العمد ويجيبوها رؤساء الشعب يجوي ومعناها يجيبوها عن السلطة السلطة معناها من معتمد وغير وما يوريش وجهه بالأمور هذية أما عن طريق أعوان وهو أنا يبعث التعليمات هذي لكن أنا في عام أربع وتسعين كان معاي رئيس المركز إنسان شهم هو كان مدير مغازة حي الظهور أنا كنت في مركز في خزندار في معحد المدرسة الإعدادية السويسي وعينوه هو رئيس المركز فعاين كيفاش معناها ينتخبوا الناس معناها بشيرفعوا في النسبة في وقت اللي جاء الفرز معناها ما حبش يلغي الأوراق متاع متاع بقية القوائم اللي اللي تنافس في التجمع فحط في المحضر كل كل معناها حزب قداش خذاء من أصوات اللي القاموا في الصندوق بدون ما يدخل في الناس اللي صوتت وعلى ضعالتها معناها وقع علينا غش كبير ياسر معناها تول الأوراق اللي القناها متجوز 30 ورقة للمعارضة من تقريب 200 ورقة من القيناة جي 30 ورغم هذا معناها معناها يزجرون ومعناها ويغضبوا علينا لحنا معناها عملنا كل 30 معناها سجلناهم في المحظر فرئيس المركز أقسم بالله أنه لن يعود إلى هذه الانتخابات معناها قرر أنه ينسحب نهايانا ومعادش يلبي الدعوة بشيكون رئيس مركز انتخاب ففي الانتخابات اللي بعدها في 99 عينوني أنا رئيس المركز وأنا حبيت أنوصل على منوال سيلفي اللي كان اللي كان معناها أدل بالأصوات اللي لقاها للمعارضة وفي العام هذاك جتنا تعليمات أنه الفرز لا يكون في مكاتب الاقتراع يكون في مركز معناها تجميعي كبير نظرا أنهم يتوجد سخيفة من أن المراقبين معناها الدوليين يزوروا باردو لقربها من العاصمة فوقع الفرز في مقر البلدية في باردو فوقت اللي جبت لوراقة معاي وعملت في المحظر كيف ما أعمل سلفي السابق ازجرني معناها قريب معناها يضربني معناها وكزني بالمرفق متاعه هذا رئيس الجامعة متاع التجمع قال يا ذوك ما لقيت كيف اشتعامللهم بهذه اللهجة معناها خطبني قال ما لقيت كيف اشتعامللهم هذوك وصرحت بتلك الأصوات الموجودة وخرجت على روحي أمضيت وخرجت بعد مدة جاني العمدة وقال يا سي عمار ركف اختر أنت أنت روج معا معناها شكين فيك ومن قبل وصلتهم تعليمات اللي أنت معناها معناها مكشم على الحزب ورد بالك ورني دفعت عليك بما وتيت ولكن معناها حطاط معا عادش تتصرف كما أنا وقت معناها تحت الكماشة ما عندي منفذ أني نرفض معناها داري مراقبة أنا في قبل ما ندخل العملية القذرة هذه ما ما تشيت إذا كان قالوا لي مرة أخرى بش تشارك نشارك فشاركة عام 2004 وعام 2004 معناها صارت تطورات جديدة في وضعي في وضعي أنا بديت معناها نكتب واللي تكاتب واللي معناها بديت تحررت من تحررت من القيود اللي كنت فيها منعزل نوعا ما معناها الضرب يجيني وأنا منعزل فجتنا تعليمات وقتها اللي هي معناها مخالفة للدورات الأخرى منش عرفها هذية خاص بي أنا لأنهم شكين في وإلا معناها عامة للناس الكل أننا نمضي على محاضر فارغة نعطوهم محاضر نمضي عليهم ونشدوا ثلاثة نظاير من المحاضر ونمضي عليهم ونعطوهم لهم ومن بعد معناها نعمروا كما العادة محاضر أخرين أما هذه ما نعرش إجراء عملوه لياينا مني أم أنه عام لجميع المكاتب هذا معناها شهادة هذه حبيت ندلي بها رغم أنها تمسني في شخصي ولكن من أجل تونس الأشخاص تذوب تذوب الأشخاص من أجل تونس واللي صار علي أنا ما نحبوش يصير على أبنائي وعلى أحفادي أرجاء في آخر كلمتي وما نحبش ينطول أني أنا كمؤرخ ليعشت يمكن ثلاثة أيام مع التجمع في هالانتخابات لكن عشت ثلاثين سناء وأنا باحث في قضية موس تونس في الصميم وهي قضية الناس اللي صنعت الاستقلال صنعة استقلال تونس الناس اللي خرجت للجبال سنة ستة وخمسين فيما يعرف بجيش التحرير الوطني اللي أنا كتبت عليهم وعشت نصف عمري وأنا نبحث معاهم وأنا نسمع فيهم وأنا نتنقل من بلاد لبلاد ومن قرية لقرية ومعناها بين الجبال والشعاب ونسمع في الشهادات نحب الناس هذوم اليوم ونبلغ وضحهم وبقيت منهم أقلية نادرة راو وعدنا من 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 مناضلين من مقاومين لصنع الاستقلال من يعيش الفاقة ويعيش الفقر ويعيش معناها في حالة البؤس صدقوني عم نول هذيت فريق من الشبان السينمائيين لمقاوم بشي يخضوا عليه فيلم وثايقي في عز الشتاء المقاوم هذية المقاوم هذية بقى خمسة وعشرين يوم مدفون تحت الأرض لأنه معناها في جبل آجري معناها تجرح ضربات قنبلة ومعناها أثار أثار القنابل الاستعمار موجودة في جسمه معناها في قنبلة ناقبة الفخض متاعه ورجاء لأنه هذا يراه المقاومة ولهذا بشي ينبلغ ندائي هذية للمقاومين رجاء أن لا تقطعوا علي هذه الكلمة وأنا نظن أني جيت في الأخر ومعناها لخصت المقاومة هذية لقيته في بلطوف تعصوف في اشتاج شاتي صبع الصغير حي على اليمين وصبع الكبير حي على الإصار في فاقة يا إخواني هناك من المقاومين من توسل عطاه زين العابدين بن علي ويسام بعد 87 علق الويسام في رقبة البهيم متاعه ويمشي ساسي يطلب هذا وضع مقاومين إحنا جارتنا الجزائر عاملة وزارة للمجاهدين إحنا معناها عدنا قانون عدنا قانون طلباته من الحكومة بش نقحوه هذا يلخر عدنا قانون للمقاومين ينظم قائمة المقاومين طلبت من حكومة المهدي جمعة أن نقحوه عنده من حكومة المهدي جمعة لليوم هو لاقد في قصر الحكومة أراه الغبار أراه الغبار عليها شكرا شكرا يا عمال لدينا شهادة أخرى ونعرف طولنا عليكم هي شهادة سيمو حمد الغرياني الذي كان رئيس الحزب عفوا أمين لعام الحزب في 2004 2009 حتى 2011 8 دقائق مشتو إلى برش هي رأي العملية تبدأ من عملية التسجيل من عملية التسجيل الانتخابي بحيث يطغى على جانب التسجيل تقريباً لون واحد يعني سياسي وبعض المسجلين من أحزاب المعارضة كان ثم عزوف من عدة فئات خاصة في الشباب كان ثم عزوف ثم اللي ينتميوا إلى بعض الحركات الوقت غير المعترف بها إلى غير ذلك نادراً بش يمشيوا يسجلوا بحيث ثم عزوف فما مقاطعة لانتخابات وتشديق تشكيك في مزدقية بحيث كان جل المسجلين هم اللي تم يعني توجيهم من طرف التجمع أنا ذاك وهياكلوا إلى غير ذلك فمع البلديات أنا ذاك كانت عمليات التسجيل بصيفة تقريباً يعني دائماً هذا في مرحلة أولى بحيث من منذ البداية تلاحظ الخارطة متجهة كانت الخلوة مفروضة ويتجهوا نحو الخلوة وأغلب معناها ما تعرفوش ثم البعض أنا أعطيكم حقيقة البعض مثلاً من معارض ولا كان في وضعية صعبة إلى غير ذلك وربما معناها يحب يبين اللي هو معناها عنده الولاء سأتي هو هز الورقة الحمراء ويحطها في الصندوق لتجنب الأذاء موجود هذا موجود فما البعض لو جيب أخبار عن فلال فلاني ولا فلتال فلاني رأوا صوت البنعلي رأوا صوت التجمع مسكين حتى يتخلص ويرتاح من المراقبة ولا من التتبعات ولا يفتح الروح وأفاق في شغل في كذا لكن بصفة عامة معناها نقصة حالة الضغط لأن العملية تترسم مش مش قضية يقعد يلوج على فلان شكون صوت وشكون ما صوت شنانا ما عنده حتى قيمة عنده حتى معنى أمام الواحد بحيث ما كانش كان يقع معناها التسامح مع كل الظواهر الموجود بدليل ولا واحد بالعكس كانوا البعض من المسندين لقائمات التجمع يتعرضوا للمحاكمات لأنهم ضربوا في بحيث كان ثم يقع اختيار بعض الأحداث اللي تدخل في إطار تسويق الصورة نذكر في القرآن تجمعيين تحاكموا بصفة عامة لكلهم أغلب كل الأحزاب تعرف ما ينتظرها وكلها تستنى في نتائج انتخابات وحست هذه النتيجة التي كانت يعني تطبخ بطريقة تعطي هنثة معينة لتركيبة المشهد السياسي لكن بصفة عامة السلطة تحرص باش تكون العملية الانتخابية بأقل المشاكل باعتبارها صورة للتسويق وتجي النتائج يعطيهم محاضرهم ثم فيما بعد المحاضر اللي تم اعتمادها يقع التخفيض من نسب ترفيع مثلاً أعطاء نسب إقبال في حدود معينة يقع الاتفاق حولها نسبة التجمع الطيح يطيحوها يعني يقع التخفيض نسبة الرئيس يقع تخفيضها من تسعة وتسعين لأربعة وتسعين ثلاثة وتسعين ثم يقع تعديل فيما بعد القانون تغير القانون ولا نسبية المعدلة فتبدأ عملية الكسور هذيك وانتبدأ الحسابات مش مش تعطي للحزب الثاني الثالث الرابع في بعض الأسماء زادة عندها قيمتها في دخول المجلس بحيث كل شيء يركب بطريقة وانك تعطي فوز كامل لقائمات التجمع وفوز للقائمات الأخرى معناها مضبوط فلان وفلان 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 معناها لتشكيل بقية مكونات المشهد السياسي هي عملية تنسيق تتم بين مؤسسة رئاسة الجمهورية ووزار الداخلي ما يتمش التنسيق مع التجمع التجمع غايب معناها في عملية التنسيق لأنه هو حتى الأمن أحيانا يقع تغيبه معناها للمحافظة على سرية المعطيات ولو نحن نعرفه لكن يقبل كأنك لا تعرف حيث كانت مطبوعة بطابع سري ومضبوطة بين مسؤولين في مؤسستين يتم من خلالهم معناها وضعها الخريطة هذه ويقع مثلا تجمع واضح قائماته ناجحة لأنه التنسيق يقع مع الأحزاب الأخرى ثم كانت فلسفة النظام دي ما يزمو يعني في الديمقراطية التي كانت مرسومة فيها جانب للتسويق وجانب زادة باش التجمع يبقى موجود لأنه تخلق له وجدة عليه يزمك زادة تحط له في ذهن وأنه فما منافسة حقيقية وفما تهديد الكرسي رغم الحقيقة غير موجودة يزمك تخلق له حتى ولو ما فماش تخلق عليش ساعات يولام مثلا النظام يقولك أنت توجيه من معارضة معينة ولا من بعض الأطراف اللي هما أقلية وما عندهم حتى وزن تخلق منهم البواب وهي مقصودة معناها مقصودة يزم دي ما خلق نقيق وخطر حتى يبقى السيستام يعني في حالة استنفار وفي حالة محافظة فلسفة طريقة معناها لإدارة السياسة وقع التحوير وبالقياس حتى يتمكن أحزاب من ترشيح ولكن وقتها صار حتى جدل في صلب المنظومة فنذكر أنه صار جدل وقتها على حكاية هذه معناها قوانين مفصلة بطريقة معناها خاصوش مش يقولي بسوريا الزرقاء والسر والأبيض وكذا فلحقيقة صار جدل حتى في وسط سلطة وصار خلافة نذكر معناها ولكن للأسف كان تمش كن معناها ركز على هالجوانب الشكلية اللي كانت تسيئ وكان تم رأي مغاير بالنسبة للإعلام تغطية الاجتماعات بصفة عامة يقع تغطية لكن هون أعطي يعني تغطية بالنسبة للقائمات تجمع وفماش مشكلة يغطي بالنسبة للقائمات المعارضة معناها كان الإعلام يعدي يعدي ولكن يعدي لك مثلا قع فارغة فعشر من الناس بالعكس تزيد تحتي يعني صورة وكذا وفمالبعض اللي ربما يركزولهم لإبراز حزب معين مثلا عمل الاجتماع كبير يقع التركيز عليه يعني كانت الحقيقة كانت عملية محكمة ومواجهة سواء كان لتذخيم أو لتقزيم معناها كان يستعمل الإعلام بشكل وكان يستعمل الإعلام كان مواجهة في هذا الجنب المناجدة هذا يخارج ربما هو بعد 2009 بدأت الحس موجود على خلافة بن علي وهذه حقيقة معناها سياسيا أصبح الوضع لا يسمح بش لأننا نحن في نظام في بلاد مربوطة برئيس إذا الرئيس يصبح لدى الرأي العام وأنه ماشي فيضعف مركزه ودوره يعني نفوذه وخرجت بدأت تخرج أسماء أخرى فكانت المناجدة هي لتأكيد السلطة وبقى بن علي معناها المرجع الرئيسي والسلطة الرئيسية في البلاد وتم معناها توجيه الهيكلة والكل في هذا الاتجاه للمحافظة على مركزيتها معناها على قوة مكانة الرئيسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا